السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى بعد الدستة الأولى من حلقات الحصاد مع صديقي ماهر اللي منورنا كالعالم كيف حالة جدت يا من الناس اللي مؤمن بالنحس الحلقة 13 يا مان الحلقة 13 لا مانا قلت الأولى مش معترف بالرقم اللي انت قلت لا ولا انا ما فكرتش فيه كده بس انا عجبني ان احنا خلصنا دستة ودخلنا في الدستة اللي بعد يلا ان شاء الله دستات قادمة كثير كيف حالك حبيبي شخ بارك تمام الحمد لله الصيف بيعملك معاملة جيدة ولا لا يعني اظن واضح يعني الصبغة اللي محطوطة دي انا وانا بعمل ادت انا صورت مراجعة بيك بلايندرز انا تعبت في الادت التناسق الالوان اللي والف عليه والاضاءة كيف بسويها مرانة تصبر يا ابا اختفي يا ابا اشعة وتخش في حالة انكار هو ايه اللي بغيره في حاجة في اعدادات الكاميرا بزت هي الاضاءة فيها مشكلة طبعا انا باين علي ان انا ما خرجتش من قطي ولا شفت شمس ولا شفت محر ولا شفت اي حاجة انت العادة بتسافر العادة بتروح على الصيف مرة دي شكلك كسلت لا السنة دي شكلها لو حيبقى في حاجة حتبقى في تمانية اوكي اوكي ان شاء الله طيب الاجندة حقتنا اليوم متنوعة وفيها اكثر من موضوع فقليا انا حابة تكلم فيه معاك شخصيا وما لقيت وقت ان انا سوي القناة سبتها فترة طويلة تقريبا عشرين يوم سافرت كده وخرجت ففرصة اليوم ان انا كل الاشياء اللي ما كدر تكلم عنها ان يلاقي لها مكان اليوم معاكي محمود فيالله بسم الله وزي متفقنا المرة دي اللي استه مع الناس اللي انتبعنا على تويتر اللي استه تم اعلانها قبل الحلقة باربع او خمس ايام على الاقل علشان اللي ملحقش يتفرج على حاجة يلحق يتفرج عليها ويكون جاهز معنا في المناقشة واول حاجة معنا في المناقشة هي فيلم العيد العربي كيرة والجن اللي انا شفت وعملت اللي مراجعة واللي ماهر انت لسه جاي منه دلوقتي انا حالا انا جاي من السينما طازة يعني جاي داخل من الباب غيرت الناس عارفة انطبعاتي عاوزين نسمع انطبعاتي انا 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 مجدرت امسك نفسي وانا في السينما جوة القاعة نزلت البوستر وكتبت كلمة واحدة عالمي انا لو بقاطل فيلم كيرة والجن الستاندرد مني بقاطل في فيلم عربي لا انا بقاطل بالمقاييس العالمية ولما نتكلم مقاييس عالمية خلوا القصة على جنب انا بقى اتكلم جودة الاخراج سينما توغرفي تاخد العقل جميلة جدا وحنتكلم في الاشياء دي موسيقى يا رباه يعني تبغى دراما حتدخلك تبغى حماس حتشعللك المنتاج وفيه كم لقطة كده معلمة معاي للان كيف التحرير ساير والانتقال من لقطة للتانية معلمين يعني شغل واحد من السلطن كده قاعد واختار اللقطات بطريقة جميلة جدا التمثيل من الاغلب بما فيهم واحد انا غالبا ما ينزلي من زور انا بالنسبة لي كان افضل واحد او من الافضل في الفيلم اللي هو احمد عز فمن عدة جوانب يا محمود انا كنت قاعد مسلطن افلام المؤخرا صارت توصل لساعتين وكنت دايما اكتب وانا دايما اكرر ان الجماعة ملازمة تاخد ساعتين ارجع لساعة ونص ارجع لساعة واربعين يعني لانه بتمللني لانه بقعد وانا متملل وحاسس انه فيه حشوع الفاضي اقسم بالله انه انا محست باقيه ملل في فيلم كيرا والجن انا ثلاث ساعات عدت وانا في قمة الحماس فيه تفاوت كبير بين القسمة الاول وقسمة الثاني او التلتين الاكت وان واكتو جزء الاول جزء الثاني قبل ما نوصل للاكت الاخير بس بشكل عام متعة متعة يا رجل متعة متعة يعني جميلة وحلو دمج الحقبة التاريخية والتاريخ المصري بهذه الطريقة اللي ما شاف واللي ما يعرف اللي مروا فيه المصريين مع الانجليز هيتنور واللي يعرف وعارف تفاصيل جميل يشوف الشي داع على الشاشة لانه المعالجة الدرامية للتاريخ حلوة جدا فما بالك لو تاريخ الناس يعني تاريخ بلدهم او منطقتهم انا بحكم ان اعرف التاريخ المصري كويس انبسط فيه بعض الامور كده يعني كان جميل التطرق ليها واشياء عمري ما كنت تعرف عنها انك تبدأ الفيلم من البداية وتوريني المجزرة اللي سووها انا شوف انه هذا من اجمل الابنينجز اللي صارت ذكي جدا دخلك في المود بطريقة مباشرة انه يا جماعة احنا بنتكلم على ايه من البداية حطرلك الانجليز في خانة والمصريين في خانة كلنا عارفين ان الاستعمار شي سي كلنا عارفين انه اكيد كان فيه حالات غير انسانية بس مو بالبشاعة دي انك تبدأ بابشع منظر ممكن وتكون هي الخيط اللي دخلنا على البطل الرئيسي هذا الذكاء جدا في التعامل مع القصة وانا شخصيا عن رغم اني انا من شبيحة ومحبين احمد مراد جدا بس انا هذه الرواية تحديدا زي ما قلت قبل كده ما قريتها كنت منتظر الفيلم والان ان شاء الله بأرجع وأقراها لانه الفيلم بيسرخ احمد مراد احمد مراد في كل مكان يعني طريقة طريقة تقديم الشخصيات طريقة الكوميديا والفون مومنت اللي بتكون بين الشخصيات كانت موجودة في كل مكان هذا الانطباع العام حابب انه اتكلم معك حتى حتى ونتناقش فيها بس الانطباع العام اللي عندي عظمة عظمة وعمل يفتخر فيه وفعلا ثنائية مروان حامد واحمد مراد ان شاء الله متوقف ان شاء الله متوقف وتزيد اكتر واكتر لو احنا محتاجين اعمال عربية بهذه القوة ومو شرط يكون تاريخي شفناهم في اعمال تانية غير تاريخية بس الان ورنا كل شيء سواء فانتازيا سواء تاريخي سواء اكشن كل الامور تقريبا نقدر انهم نقدموها ممكن مو مرة اكشن بس درامي الفيلم دوات يصنف ان كان فيه قدر كبير من الاكشن مقدر كبير من المطاردات والاشتباكات باشكال مختلفة وبانواع مختلفة وان كان الكوريوجرافي بتاع الاشتباكات نفسها في بعض التكرار بس دي نقطة مفصلة شوية نخش في دي اول نخش في دي اول لا لا خليك معلش انا عاوز اسألك على حاجة الاول على مستوى الانطباع قبل ما نبتني نخص في التفاصيل التويتر انت كتبتها وانا شفتها على تويتر تقدر تفتكر كتفأني هي لحظة في الفيلم لا وانا خلص كان خلص تماما كان خلص يس واو يعني انت الاصل بص فيه اجماع من كل الناس واتصور بما فيه مروان حامد ووحمد مرادش خصيا ان النص التاني فيه مشاكل كتير قوي يعني لدرجة ان هو لو قررنا ان احنا نخش مع بعض في المنقشة هم حيتجنبوا المنقشة طبعا معرفش انا بافتي دلوقتي بس ما حدش بيدفع عن الفيلم عاوز يتطرق لتفاصيل الجزء التاني على مستوى القصة والاحداث بالتحديد بس من الواضح ان ده ما خدش من تأديرك من الفيلم لا لانه انا الشحنة اللي اخدتها من النصفة الاول او الجزء الاول والتاني الاكت واحد والاكت او كانت كبيرة كفاية تنسين اي شيء تاني لانه اولا احنا منتعامل مع حدث تاريخي ما حيغيروا التاريخ ما هم ترنتينو ما هم جايين غيرونوا شيء بالتاريخ فاحنا كلنا عارفين اصلا الرواية كانت غريبة نوعا ما انهم بدأوا 1919 صحة الثورة كانت تساعد زغلول والامور هذه كلها بس نوعا ما ما كان الثورة ناجحة ما كان لها اثر الا على ستة وخمسين مع ظهور الضباط الأحرار وكل الامور هذه اللي صارت فنوعا ما انت بتشوف دمار بتشوف محاولة مقاومة المفروض ان الكل هنا يعني يعمل اللي عليه وخلاص في الاخير لازم الكل يموت ولا الكل يتمسك ولا الكل حاجة بس ان يعيش اكشحنة درامية هل قدمنا للمكان ده بالطريقة السليمة برافو برافو جدا هل تعامل مع الشخصيات بطريقة ممكن تكون كان ممكن في لها طريقة اجمل بالتأكيد بالتأكيد بالذات انه تخليلي مثلا احمد عز عايش اصلا شكله هو عجوز ملايق عليه مرة يعني وكل اللي صار في تركيا والامور دي كلها يعني يعني على مضب الواحد بيتفرج بس ما حيخليني انسى 80% من الفيلم ولا حيخليني انسى انه مرة على الرغم اني قلت وحين حناقض نفسي على الرغم في البداية اني قلت ان المقياسة الان هيكون مقياسة عالمي بس معليش يعني شفنا اشياء اسوأ في جيمس بوند شفنا اشياء اسوأ في افلام اكشن امريكية كتير وتعتبر مشهورة معليش يعني اللي عملو في استوديو مصري ومخرج مصري وكاتب مصري افضل بكثير من اجزاء كثير للجيمس بوند كثيرة من ناحية المنطق ومن ناحية الحركي ومن ناحية كل شي فحاجة امسك ولا اصفق يا محمود انا صفقت انا صفقت وامبسط جدا صراحة انا ميال عندك لنفس الانطباع بس لا انا منتصف الفيلم درجة تقديري ليه كانت اعلى بكتير من اللي انتهت بها تجربة المشاهدة وعارف ليه ليه اللي مديقني بالتحديد بس على فكرة انا منتصر لنفس الكلام اللي انت قلت ان الرصيد اللي تبنى في الاكت الاول والاكت التاني او في النص الاول من الفيلم اللي انه ممكن يتفصل بالاستراحة وبعد كده بدأ العبت انتوا عندكم الصراحة انا ما عندنا فما عارف لي فاهم النص اللي عندك الاكت واي اكت واي اكت واي كان بيرفكت لا النص التاني المشاكل اللي فيه المشكلة اللي تحسها انك ما كنتش مكبر عليها يعني مش زي ما يكون كنت برحفة نقاش مع بعض الاصدقاء وقالوا النقطة مطيرة جدا للاهتمام ان الفيلم اللي هو الكفاح بتاع مجموعتنا مجموعة المقاومة ملوش كواست يعني هو ملوش هدف احنا بنتكلم على فريق عنده مهارات مختلفة وعنده كلام زي ده بيعمل عمليات المفترض في السياق الطبيعي لو انت عاوز تخليها مسلية اكتر للناس حط لهم هدف مثلا رئيس اللي ما عرفش ايه في مصر او زعيم ما عرفش ايه اغتياله او اجلاء الانجليز بالكامل او اي انكلم ومن فيه هدف بني بنيله وبناء عليه لو انت كان عندك الهدف ده وعملت بعض التصرعات اللي انت عملتها في الجزء التاني اقولك معلش ما هو عاوز يوصل للهدف اللي هو عاوز اللي محتاج يوصله لكي انت بكنش عندك ده ومع ذلك ضربت نفسك بالنار في رجيك اتفق وبقيت عملت اعمل قفزات ملهج داعي وبقيت بتقدم حاجات مفتقرة للمنطق وغير الهدف يعني لانه انا صراحة ما فكرت فيها من ده الباب زاوية جميلة جدا فتحت عيني على حاجة جميلة انه صح ما كان فيه هدف معين بس زي ما قلنا من البداية نتفق انه هذي احداث تاريخية والمخرج واضح انه ما بيغير شيء من التاريخ يعني ما جاب فكرة اللي يزوي ترنتينو هو كان عنده برضو يعني هو مش عايز يغير في مقريات التاريخ الرئيسي بس انت كم ممكن تحط لنفسك هدف صغير مثلا وتقلينه مع التاريخ او تفشل فيه على فكر ممكن تحط هدف وتفشل فيه انا يمكن حبيته اكتر لانه ما كان فيه هدف الموضوع كان مرة كبيرة انت مستني حيخلص على ايه فاني ما انت مستني حاجة صغيرة مثلا تسير بس انا كنت حاسس لو جينا على الاخير مثلا انت في غنى عن المشاهد الهندية اللي سارت انت في غنى عنها انت في غنى عنها والله لانه قدمتلي وجبة اكشن رائعة يا رجل خليت كريم عبدالعزيز اللي هو مو ارشق انسان في الدنيا تمام يقدم لي مشاهد اكشن بذكاء وتشتريها ليه؟ لانه كانت كل مشاهد الاكشن في الاكتة الاول والاكتة التاني دايما الكاميرا والاسلوب التصوير كان اسلوب الكاميرا الهند هيلد اللي واحد شايلها وبيتحرك وراهم صح؟ والشط سرلاتيفلي طويلة وفيها تتبع مش مقطع على المشكلة ودايما جاية في قفاء او جاية هنا فما بيبين عدم رشاقة البني آدمي دا كله انت رميته في اخر اكت في اخر المشهد سر واضح معاك انه انت قدام يعني معاك كل احترام يتقول كيف دام تعبهم وكيف دام سوي وكيف دا بيحاول يعني بانت معاك عيوب ما كانت باينة معايا من البداية لانه بدت تستخدم الوايد شات وتبين البحر وتبين الحاجات وتسوي دا كله هذا نمبر ون نمبر تو موضوع انه هذا الاخ انه يعيش خليه موت انت لي دخليه يعيش ما له اي فايدة ان احمد عزي يعيش ولا اللقطة اللي حضن الابن معانه المنتاج حلو وجابوها انه زي ما داك حضن ولده وهذا الان حضنه بداله ما له داعي ما له داعي الاثر الدرامي حيكون اكتر لو انهم ماتوا وتنسوا ما احد عارف عنهم شي مرة جميلة ليه انت صبري اثرت اتوقع مع ثلاث ارباع الناس انها ليه ماتت ماتت وهي الناس بتنظر لها نظرة انها غير شريفة وانها انسانة غير سوية حلو ليه ما عملت الباقي كده نفس الشي مع اعملت نفس الشي مع شخصية كريم عبدالعزيز بس كرمت شخصية تانية خليه كمان هو يموت خليه انه فيه اثر اكبر ليه خليت الافلامة الهندية دي في الاخير بس انها يعني بس برضو اقدر اغض البصر واقول لك انا رصيدهم معايا كان اطول نهايتهم صبري لحالها لحالها والمواجهة اللي مع اخوها بالفيلم كله يعني كيف اخوها حكاها بعد ما رجع وهو مكسور مذلول ويمكن ما فيه احد ما تعاطف معاه وهي على رغم انها شغالة مع المقاومة مدته نظرة اصدراء ولا بعدته عنها بس قلت له انا ما اقدر اكمل ومشت وخلاص هدي وهدي على نفسك فيه تعاطف رائع 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 جميل جدا على العكس تماما انه مدها نظرة شفقة وراح ضربها على طول من غير اي شي طلع تلاقي يعني حسيت كل الغل اللي عنده على الانجليز يستيعفو اخته منظر رائع منظر جميل لكن ما حبيت الام الله يعلم انك اعلم مني بتقاليد الصعيد وممكن فعلا الامة الصعيدية تكون بهذا الجبروت وتتكلم ممكن بس انا شايف فيها شوية ستيريو تايبينج او عمو بص الارك بتاع هند صبدي لو كان مع اي ممثلة تانية ما كانش واقف على حيله خلص هي اللي شعلته هي اللي شعلته وان كان المشهد ده حقيقي على فكرة موثق تاريخيا لما راحت تزوره في الاسم والزابط الانجليزي ورطها في تلطيخ صمعتها من خلال الصورة والكلام ده في روايات بتؤكد ان الكلام بحقيقي ان الشخصية شخصية حقيقية وان الكلام ده حصل ولكن في سياق مختلف للقصة من حيث علاقتها بالرجل دوت واللي عملته ده كان هدفه ايه والكلام ده كله داخل احداث الفيلم في تقدير الشخصي ما كانش مبرر او ما كانش مشروح او ما كانش مدعوم بالقدر الكافي لدرجة ان في المشهد ده وانا منتفق معاكن ده افضل اداء لأحمد عيز على الاطلاق وما عنديش مشاكل معاها طول احداث الفيلم لكن في المشهد ده بالتحديد لما كان بيلومها بنظراته على انها جات علشان تقوم باللي هي قامت بيه ده حقيقة هو ما كانش عارف يعبر عن ايه بالزبط هنا المفروض اكون حاسس تجاهها بايه دلوقتي لان انا اصلا مش فاهم الغرض من اللي هي عملية انا اصلا مش مني فاهم كيف سابوها مني فاهم كيف سابوها الانجليز يعني حس الكلام ده فاضي ما دي دي فاجوة منطق موجودة على احداث كبيرة قوي على اصعيدة كتيرة قوي زي ما انهم عاملين يجروا ورا الجدع اللي هرب في تركيا والرجل اللي هرب من تحت ايدهم منطلق في الشوارع مصر بدون ايه مشاكل خالص فاحنا تغاضينا دي احنا نطناها يعني بس بقولك لا المشاهد بتاعت هند صبري ومشاهد الحساسة جدا كمان لو مع اي ممثلة تانية ما تشلهاش عشان كده انا بقول ان هند صبري افضل اداء في الفيلم شوف خلينا مدام بدينا على الممثلين والاداء تخص كلامنا على هند كريم برافو احمد عز برافو ما في اداء سيء لكن اجمل اجمل شي بالنسبة للمدوبنا الجريب شوف لما وراء الطبيعة وما ادري اذا كنت قلتها في المراجعة حاجتي ولا لا هدول انجليز هدول انجليز هدي لكنة انجليزية هذا الاسلوب الانجليزي باعني بشكل كبير يعني قدرت اني انا اتعايش معهم مع انه مو افضل تمثيل بس لمجرد انه اعطاني بس افضل تمثيل شوفنا في عمل عربي على حد اذكرت لانه حتى بعد ما خلص فيلم ستحاول اشوف طلقت البنت ما هي بريطانية يعني طلقت اسم عربي دي رزان جمال بتاعة موراء الطبيعة ما اجي طب ليه هنا سوت احسن من وراء الطبيعة انا ما عنديش مشكلة ما اعرف موراء الطبيعة بس احضر فعالك بمليون جنيه بسرعة والله يا مان ما شبكتهم ما شبكتهم لقد قال الدرجة دي يعني ما اعرفهم بس انا هنا زبطت زبطت فيه ناس عندهم ودن للأكسنتس قوي قالوا فيه تفاوت ما بين الأكسنت بتاعتها والأكسنت بتاعت الممثلين الانجليزي انا ما عنديش الودن دي خالص فالموضوع بالنسبة المقييسي ولا اي مشكلة ما عنديش مع اي ازمة بس انا يعني لو جينا طلينا على اداء التمثيلي ككل كله على بعضه ما عندي مشكلة انا ليه في الثنائيات ثنائية احمد عز كريم عبدالعزيز من اجمل الثنائيات كنزمة شفتها في اي عمل عربي امكين اخر حاجة شفتها كده زماني يعني مو حاجة قريبة ابدا امكين انا لا يحضرني انا هانستاون منتهى البساطة يعني لا يحضرني حتى الافلام اللي كان فيها ابطال من الفئة الاولى كتير مع بعض ما شاهدهم مع بعض ما كانتش كتير زي عمرت يعقبيان مثلا ده جمع نوري الشريف وعاد الامام ولكن معرفش هم طريقا ما قابلوش بعض او قابلوا بعض في نشهد واحد المصلحة بتاع احمد عز بس ساعتها احمد عز ما كانش احمد عز بتاع النهر لا انا الصاوي والتاني اللي دايما اعجبني انسى اسمه خالد صالح لا 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 يرحمه يعني اذاك حاجة تانية بس في اكتر شي افتكروا اللي هي خالد صالح هي فوضى ما كان عنده ثنائية مع احد يعني بس لا انا بتكلم على الصاوي في الفيلم الضيف الضيف الصاوي كان مع مين لا يعني كان فيه اداءات حلوة يعني اه يوضن بص احنا انا بتكلم عن مقيس التغرية دلوقتي مش ان فيه ممثلين كبار طب سيبك من الضيف التاني هو للفيلم حاج احمد مراد برضو اللي هو اصلا رواية ولا تعمل الإقول الاصليين برضو خالد الصاوي وماجد كدوان انا بكلم بالمقيس التجارية يا ماهر انا بكلم على ان في اتنين ممثلين بيبيعوا افلام لوحدهم احمد عز في ناس بتخش عشان احمد عز وكريمة عبدالعزيز في ناس بتخش عشان كريمة عبدالعزيز انا ادعي ان الفئة دي دلوقتي في مصر ما فيهاش ما فيهاش اسمين ثلاثة فهذا الثنائي رهيب جدا على الرغم انه انا مرة مبسطت بهن صبري بس انا ما شفت علاقة الحب دي كيف بدأت ولا ليش موجودة اساسا دي مش مشكلتها هي خل دي مش مشكلتها هي خل يعني انا مني عارف كيف يعني ما كان فيه تبرير من شخصية احمد عز انه ايش اللي خلاك تلتفت بدي السرعة والطيح بدي السرعة يعني معليه هي هين صبر الان مو زي لما كانت صغيرة ما هي فاتنة الجمال مثلا ما شفنا في البداية غير الصرخة اللي صرخت عليهم بس ما شفنا شي في شخصيتها بعد وقت طويل بعدها تتعلق لا دا تتعلق من اول يوم وتتكلم مع واحد قلعبان مش واحد مو شايف خير وما صدق يشوف بنت قدامه وحبها لا واحد لعاب ايش خلاك تعلق الصنارة هنا على طول هذه انا ما اشتريت فعلاقتهم كلها على بعض هنا ما اشتريتها فده شي الثاني علاقة الدكتور بالادمية دي الانجليزية رائعة وكيف انها بدأت بانه حب استغلال خليها الهينة بس انك تجيها في الاخير وتقول لها حبيت اقول لك مع السلامة يا روميو زمانك ودهل رميت كل شي سويت وانت انت كله من البداية كنت بتبيعني هي كلوجر لا بس لا 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 ليه كلوجر انا كنت مشتريك انه انت متحكم في عواطفك لدرجة التلاعب بعواطف انسانة بريئة لهدف ارضاء المقاومة اللي انت شغال فيها واتشهادف نديب وليه المشهد وعلى فكرة المشهد ده من اجمل مشاهد الفيلم لما كان هو وهي في الكافي بيرقصه فوق وكان هند الصبري وحمد عيزة برقصتك ده المشهد اللي بيوضح لك ان عواطفه تجاهها تحول هو آه هو بدأ بغرض استغلاله ولكن هو حبه فعلا يعني وانا كمان وكمان حاجة تانية انه دوبها مرته ماتت وهو السبب اللي حكت يحب يعني من جيد رجل شرقي هو دانيء من زاوية الناد فما حبيت كنت شايف فيه فرصة انه يكون هو فعلا اللي بيتلاعب ومتحكم في عواطفه وبالعكس هي تطل وتكتشف انه في الاخير هو يحب وطنه اكتر كانت هتكون فيها حاجة اسمع يعني حتى هو مستغلة غير في حاجة واحدة بس انطبعاتك حسس كده انت كنت عاوز تمسك السيناريو بورقة وقلم ومركر وعاوز تخش تغير حاجات اريت يا شيخ يعني مش مجرد ان انت واقف بتقول رأيك وعاوز تقفل صفحة الفيلم لا دا انت عايز تفتح صفحة السيناريو وتخش تكتب معا لا بس والله من كتر ما حبيت الفيلم من كتر ما حبيت وشايف قلت ايش انه في حاجات بسيطة كانت ممكن توصل للمرحلة اكبر بس انا مرة ثانية ارجع الجوارب التقنية انا اظن الان اقدر اجزم انه اذا اشتغل قدامي الان اي فيلم مصري اقدر اعرف ان دماروان حامد وراولا لأ من غير ما اعرف اي شي عنده اسلوب في حركة الكاميرا مع السينماتوغرافر تبعونه بيشتغل رائع نغمة يا معني نغمة نغمة انا مرة مبسوط مرة 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 مبسوط من الطريقة دي بس زي ما شفنا في الاخير يعني شوية هفوات تتعدى تتعدى انا ما اكبر كان عندك انتبعات عن توزيع الافلام العربية في الظهور العرض في الوضحاني ايوان هذا انا قلت المحمود قبل ما ندخل عشان كده وضافة هالاجنده انا جيت من السفر قبل ايام تمام فعلى ما رجعت على متعدى النومي على 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 فما نحكت اخش السينما فخلال اليومين دي شوفت فيلم بلاك فون وشوفت فيلم كيرا والجن اليوم اللي ما خلاني شوف كيرا والجن من بدري انه اوقات العرض جدا سيئة وبينعرض يعني اليوم مثلا يوم السبت يوم كامل ثلاثة عروض فقط وفي سينما ستاندرد في سينما الصغيرة في الوقت نفسه فيلم عمهم امفضل انه نازل الان فاوكي ممكن ما اسموح له وفيلم بحبك اكتامر حسني ااخد بشكل اكبر هل يعني والله انا اكاد اجزم انه الفيلم ما انا عمل له التسويق اللازم ولا هذا الفيلم اللي حيناسب كل شرائح المجتمع والكل حينبسط مراهقين هينبسطوا كبار في السن هينبسطوا بنات رجال شباب عجايز كله هينبسط فليه ما في اي محاولة ان الفيلم ده ينجح بشكل اكبر وانه يكمل في السينما بمدة اطول اظل اسبوعين فقط احنا نتكلم على عيد يعني اسبوعين فقط طب انا حسألك على حاجة اللي انا ما عرفش هو كيرا والجن عندنا احنا في مصر اتعرض قبل فيلم تامر حسني وفيلم عمهم باسبوع كامل تقريبا على الاقل اسبوع هل عندكم كده برضو لو خد فرصة في العرض بدل مبكرا شوية ممكن تكون عدلة يعني ماشي اظن ايوة لانه انا مسافر انا مسافر على يوم واحدة او اتنين كان بدأ ينعرض يبقى هو غالبا هو خد اسبوع بدري فعشان كده بيعوضوا بس احنا نقعد اسبوع اسبوعين خلاص وما في افلام انت لو في افلام تانية لو في افلام ترى ما عندهم اي فيلم في السينما الان قوي مش لو هو ثور نزل بقى ويسيطر على كل السينما مثلا يعني انت عندك الفيلم ده وثلاث ساعات يعني انت تبيع الفيلم ده بسلوتين لاي فيلم تاني انت ما عندك اي فيلم تاني بيع ده وعمل نسبة اشغار اكتر يعني ما نعارف ما عارف نطلع ونروح لحاجة تكلمنا عنها وبعدين توقفت وبعدين رجع تاني بحلقتين فقط وهي سترينجر تنج سيزن فور فوليوم تو ده انا برضو كلمت عنه وقلت انطباعاتي بس تعالي ناخد المناقشة من سؤال بسيط جدا انا وانت كنا مبسوطين بفوليوم او تقريبا بصورة متساوية وقلنا اشعار في قد ايه الموضوع حلو جميل والكلام ده كله فوليوم تو على نفس المستوى او على مستوى التوقعات طبعا مو نفس ما يمدينا القانة بنفس المكيال انت بتقارن ستة حلقات او كم بحلقتين فقط صح انها طويلة يعني ايو يعني اكتر ف يعني هذا اللي جعلت اسأل طب يا عمي ما كنتوا دفتوهم مع بعض وخلاص يعني ليش الدراما دي كلها وبرت وان وبرت ودفوه مع بعض مع سترينجر تينجز هما انهم عاوزين جزء مهم او مهم من الاحداث الحاسمة بتاعة المسلسل انها تلاند في كيو اثري بس سترينجر تينجز ما عنده شايفة كيو ثري سترينجر تينجز الحلقتين دول واحد يوليو كيو ثري يعني هو فرش الحلقات الأولى بتاعة volume 1 جوة Q2 وQ2 طبعا عند نتفلكس قالب الدنيا وحنتكلم فيه يعني ولكن الكلايماكس الفنالي الحاجة اللي كل الناس مستنياها تلند في Q3 ممكن باش نوضح للناس اللي ما هي معانا أنا ما نقول Q1 و Q2 و Q3 Q1 اللي هو أول ثلاثة شهور في السنة جانواري و فيبروري و مارش Q2 بريل مي جون Q3 جولاي أوجست سبتمبر Q4 أكتوبا نوبمبر ديسمبر هذه اختصاراتها وده مش مفهوم يعني مش مهم للمشاهد في أي حاجة ولكن مهم للمستثمرين ومهم جدا للقوائم المالية صحيح أظن أظن إيه بالذات نتفلكس لأن احنا شوفنا كمان وحنجيل واظن احنا حنتكلم في ده الموضوع في الأخير بالذات نتفلكس يهمها ترفع سبسكريبشنز في ذاك الوقت صحيح في Q3 أوكي طيب يمكن الفصلة مش فصلة فنية هي فصلة اقتصادية سياسية كده ممكن ممكن بس أنا بشكل عام بشكل عام جدا الموسم ككل ما حاقول في بارت وان ولا بارت وو كان مرضي لأبعد درجة ورجعني مرة أخرى أني أصير أحد الفانز وأحد من جماهير سترينجر تينجز أنا فقدت الارتباط هذا وصار عندي تخوفة كل من الكلام ده في الحصادة اللي فات فلا نعيده مرة تانية بس فعلا أنه الموسم الرابع بفصليه قدر أنه رجعني مرة تانية للذكاء الكبير في استغلال كل نقطة من العقد الزمني الخاص بالثمانينات بطريقة ولا أجمل أنا سلطنت سلطنت على ماستر بدا بابيتس الغنية لما انطلع وسواها على فوق السطح يعني أنا عشاق متاليكا تمام أنك تجيب لي هي في مكان زي كده ما أنا أعدت المشهد ده ما أقدر أقول لك كمر أنا كل يومين تقريبا أو حاجة وبعدها رجعني أرجع الأرس مع الآلبوم يعني هما دائما معايا بس أحيانا تغيب وتنسى فده رجعني بس كمتالكا فان بوي أنا عندي تحفظ بص المشهد أنا من ساعة التريل أعرفك المشهد ده كان موجود في التريلر الأولينية أنا ما شفتو اللقطة دي عبر بشكل عبر فيها وأنا توقفت عندها وقلت لهم دي حتى بقى لقطة الموسم من قبل لما نوصل من قبل ما أعرف مين أدي ولا أي حاجة في الدنيا لأن اتوز إيبك شكلها سوبر إيبك يعني بس فكر معايا مش كات حتبقى أجمد لو الأغنية نفسها مشتغلتش وخلاته هو اللي يغني إحنا بنتعرف على الكوفر بتاع إيدي تماما مفيش 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 فوكلز أنا حعيش مع الجتار بتاع إيدي بالإيكوينج بتاعه في المكان ده مع ساوند إفكتس ليها علاقة بالفلاينج مونسترز اللي جاي علينا والسكريمز بتاع الشخصيات ممكن إنت عارف لما يبقى فيه حاجة عاوز تديها مية في المية بس فيه شعراية مضايقك إنت لما شغلت الأغنية في الساوندراك حسستني إن فيه ستوديو معايا أنا كنت عاوز أعيش مع إيدي بس مش أي حد تاني فهمت عليك أنا شوف شوف أنا ما طلت لها من ده الجانب أنا طلت لها من جانب مختلف تماما إنه من أغاني ميتاليكا كلها ما أصطرف بابيتس تعتبر بأجمل أغنية سمكي مو أجمل أغنية عندي بديت أتخيل إيش فيه أغاني تانية كممكن أنها تشتغل في المكان بس رجعت وانتبهت لشغلة هم كانوا دقيقين دقيقين كفاية إنهم يختاروا أغنية نزلت في نفس السنة إن على شكلك ومتنسبة تماما مع المشهد يعني يعني وواضح تماما إنه المخرجين أتولدوا في السبعينات ومراحقتهم في الثمانينات لدرجة إنهم اختاروا بالطريقة دي نرجع بسرعة حاجيها بثور مثلا بسرعة حاجيها بثور حتلاحظوا يا جماعة جيل اليوم أغلب المخرجين اللي بدأوا يطلعوا أغير سكورسيزي والعالم دولة كلهم تولدوا سبعينات يعني أعمارهم الآن في الخمسين تقريبا أو نهاية الأربعين أو حاجة زي كده تماما فتلاقيهم كل واحد يرجع لجذوره وكلنا من بنكبر بنحب أغانينا وإحنا صغار أكثر بنسمع الحالي بس مرتبطين بأغاني أكثر كل الفترات اللي زمان كنسمع أغاني السكتينات والسبعينات كثير مؤخرا بتسمع تمانينات أكثر فهذا يبقى لك تغير الجيل جيل المخرجين جاء فبدأ يجب لك أغاني المحببة فبيجب لك أغاني الثمانينات بشكل أكبر هتلاقوه حتى في ثور جب لك قنزة الروزز جب لك هما مرة ثانية من من دي ايتتس وما ترجع شوف وكتيتي دا تولد ولد سبعينات فمراهقته كانت الثمانينات فحيرو لما تشوف كيف إن المخرجين الجيل حقهم بيأثر في اختياراتهم الصوتية وكيف دا ساير توقع أنا ولا إنت لو أخرجنا فيلم أو أنا تحديداً هتكون موسيقاي تسعينات أكتر فنرجع للمشهد واو 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 أعظم عشر على عشر بس موتة إيدي نفسه أنا عندي عدد من التحفزات على الحلقتين الأخرانية منهم تقلص أدوار أغلب اللاعبين اللي معنا في الملعب منهم إن إحنا وصلنا لنقطة كلوجر مهمة جداً ومع ذلك الأحداث بعد كده لمدة 35 دقيقة ما فيهمش ولا كلو مهم للأحداث اللي حتحصل بعد كده منهم إن فيه شخصيات ركنناهم على جنب وسبناهم في وضع لمدة ساعة لربع تقريباً ورجعنا لإنهم زي ما هم وقفين بالظبط فكنا مات خلاص أليه الموسم وجيب اللقطة ديك اللي في الأخير وخلاص طولت طولها أنا ساعتها عملت بوز ولقيت 35 دقيقة قلت يبقى لسه فيه أحداث فيه أكتشوال أحداث فيه حاجة حتحصل مش هنقعد بس نعتصر الإموشنز اللي إحنا كنا عايشين معهم في الكام حلقة اللي فاتوا أنا عمالة عبر عن الموضوع دوت وأقول زي بظبط ما يكون أنا والمسلسل في اللحظة دي ما بقداش فاهمين بعض هو ميشي كده وأنا مشيت كده أنت عملت أديني حاجات مش وحشة على فكرة الإموشنل سين بتاع بس برد بردك مرة بردك مرة ومش اللي أنا كنت عاوزة دلوقتي أنا متساب في لص لغز وإنت عملت أقول لي إموشنز ولو نرجع تكة ولو نرجع تكة حتى الطريقة اللي فازت فيها على فكرة فيها استعجال فيها تقطيع تحس فيه في شي في المنتاج فيها شي في المنتاج الكليشي بتاع أنا مش حموتك أنا حسيبك عشان تتفرجي بس فيه حاجة في المنتاج يعني صارت في شي مجطأ شوبي هي شوبي أنا بقول لك عشان كده لما لقيت فاضل 35 دقيقة الانطباع اللي جالي إن فيه فجوة هو سبها عن قصد وحيسدها دلوقتي بقى وأنا عمل بيها أي حاجة وماني عارف يعني إيدي دوبه ظهر معانا صح؟ ملحك تبني معاه عاطفة بس كسب محبة جمهور وطبع لما ما كانه سيعرف أنه سيكسب محبة جمهور بس أنت دوبك بديت وعطيته دور حلو مو دور بطال أبدا خليه فيدك في الموسم الجاي وأكتل ماكس الآن أكتل ماكس الآن أكسب إموشنال من عندي أنا مات إيدي قلت أوكي أوكي ها إقتل الإليفن يا معلم والله أنا شكرا خلي إليفن يعني كليشي مو مشكلة خليها تكمل بس أكتل ماكس أكتل لي واحد من الفريق اللي يعني معقول لي ولا واحد يوم سر له شيء وبايدووي أنا قلتها في تويتر ما قلت أمسك نفسي يعني أنا كتبتها وأنا في السنر بايدووي شفت حلقتين في الطيارة فكتبت التويتر أول ما نزلت نزلتها المسلسل بكل ما فيه إن أورينا عقدة الثمانينات بكل ما فيه بما فيه الكليشيهات بما فيه الكليشيهات أفلام الثمانينات وطريقة القتال كل شيء يعني ما نقولي نجاهيني بيعمل لك حبكة حجتنا حجت اليوم لا رجال الثمانينات بس برضو حتى في الثمانينات كان فيه حبكات جميلة لكيفية تموت بعض الشخصيات كيف البطل ممكن يعدي فهنا يعني خسارة هذه فرصة فرصة وضاعة منهم صراحة بس حب بس يعني الهدف اللي أعتقد أنهم نجحوا فيه هو إعادة لفة النظر للتايتلز الأديمة وإن لسه فيها نفس لسه فيها فرصة إنها تبقى قبلة الحياة لهم هما شخصيا بدليل أنهم على ما يبدوا بيعتمدوا عليه في إطلاق الكيو ثري بتاع الفاينانشال يير بتاعتهم وهي فاينانشال يير كارثية بكل المقاييس ولما نبوص بالمجمل نلاقي نفسنا مبسوطين وعايزين نتفرج على اللي بعد كده وبنطلع نظريات فيتيقلي ناتفلكس في سنة مليانة إخفاقات نجحت في سترينجر تكت وأتمنى أتمنى أنه زي ما شفنا الولد داكن وواقف في الأخير أتمنى أنه يصير شيء في الموسم يكون يضعه في خانة سيئة بمعنى أنه يصير وحش أو شيء أنه من البداية هو اللي جاب العالم هذا إحنا إلا لا ما نعرف علاقته بهذا العالم أصلاً وليش هو دون على البقية كلهم مثلاً متكلم على هنر جان؟ لا لا ما اسمه هذا الود؟ ما اسمه؟ ويل؟ ويل يا شيخي نعم فأبغى أشوف ليه؟ أبغى أشوف ويل لأنه في الأخير لقيت فيه تركيز عليه في الكاميرا شوية نعم فأتمنى أنه يكون فيه معضلة أنه ويل دا يصير يطلع منه شيء في الموسم أنا معتمد على ذلك أنا بأمل بذلك جداً لأنه لو دا شي ما صار يعني ويل رسمياً هو الآن شائل اللقب إسهلاً يستطيع أن يخلص يعني أسوأ شخصية في عالم المسلسلات يعني جملةً متفصيلاً يعني بمراحل مش موسم واحد بس ومن موسم واحد بس يعني لأن الرجل كان زي الفل في الموسم الأول لأنه كان صغير لأنه كان صغير وكان مركز الأحداث ومركز الصراع دا هو السؤال اللي أنت بتقوله عليه كنا بنسأله عليه في الموسم الثاني هو كويس ولا وعش وطلع قبل يومين قال لك يعني أنا أؤكد أنه هي شخصية يعني وواضح أنه هي شخصية أنه هي تبغى الولد الثاني دا يعني ما يحتاج تطلع وتعمل وأجندات أنا أبو أبس تعرف أنا لغاية دلوقتي قاعد بأمل أنها تطلع أشتغل بس هو ما هيسوي شي خلاص هو شايف أنه هو مع 11 خلاص يعني يبقى هم تبقى قدموها ليه هم ما شوفوا هم ما قدموها مية في المية بيرضوا فيها الجماعة إياها من غير ما يورونا كل شي وطلعوا في الميديا دي تبقى تعبدا قوي يعني أنا إحساسي أنه هو يموه بيها ويعايش الناس فيها وبعدين تطلعوا حاجة تانية دي تبقى القصيع بالنسبة وما تضيقش الناس دي في حاجة نا والله الناس دي بتضعي من أي شي طيح تضيق ولا تضيق شبه على الوقت يحاجة صعبة أيوة حل عموما موسم كان الرابع ككل بفصله يعني كان منعش منعش لسترينجر تنجس ومنعش لنتفلكس إنه لسه بيحطوا ميزانيات في مكان وبيجيب همها لأنه نحن يجي على غريمان بعد شوية وحنشوف فين يحطوا ميزانيات في مكان وما يجيب همها فخلينا نمشي يلا نتحرك بعد كده لأكتر حاجة أنا الآن من رأيك فيها لأن هي عجبتني جدا 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 بدرجة ناس كتير شايفاني ببالغ فيها يعني وانت شفتها النهاردة اللي هي ده بلاك فون ومعرفش رأيك فيها وخايف ما تقدرواش التأدير المناسب انت كده رفعت علي مرة بس أنا محا غير كلامي يعني لأنه الكل عارف أنه أنا مني من عشاق وممحبين الهورور أصلا تمام يعني أنا الفئة دي من الأفلام ولا المسلسلات والقصص مو شيء اللي يستهويني أصلا يعني من النوادر لما شيء يعلم معايا بشكل كبير يمكن فلانيغن مارك فلانيغن مايك فلانيغن هو الوحيد أعملي المسلسلات ودكتور سليب كمان الفيلم أحابب أسلوبه الإخراجي وأسلوب رواية القصة اللي عنده اللي بيديك القلق النفسي أنا ما حبيت الفيلم ما حبيتوش أصلا يعني مو ما حبيتو بس يعني حسيت حسيت أني متملل مرة كثير حسيت أني طلعت يمكن لأنني شفت في الصباح يمكن الفيلم دا حق ليل ماعرف بس أنا النتيجة النهائية إنه قاعدت أقول بس خلاص كده انتهى يعني مثلا أنا كنت مستني الوحش حقنا دا يكون له أداءات إنه يصير منه أشياء هو بس طالع نازل فوق الباب يتكلم مع أخوينا اللي تحت دا يطلح فوقه ينزله ويعطيله ما كان له أي شيء حسستني بحاجة القناع حلو أداء يا ربي إيثن هوك كان رائع أصلا حاسس إنه إيثن هوك من غير ما أشوف وجهه أصلا بس كان بعيد إحنا إحنا اعتبرنا بشكل كبير جدا على أداء الأطفال واللي كان جميل خصوصا البنت البنت مرة حبيتها البنت دي أنا اليوم يعني أبدأ أدور لها كيف أتوقع لها مستقبل جدا جميل بس غير كده يمان يعني الفيلم يفتقد بالنسبة لي لمقومات كثيرة إنه يخليه مثير للاهتمام أوكي جاء له اتصال وبيكلم الموتى وبيسوي لهم حتى ما صار فيه شرح للي ساير ده أنا إنسان السوبر ناتشرال والأشياء الخارقة للطبيعة ما عندي مشكلة معاها إذا فيه توطيح أو وريتونا ليش ويشمعنا هو ويشمعنا المكان وتخش في تفاصيل أكتر بس أنا ما قدرت أني أستسقي كل دي الأمور بس الحاجات دي مشروحة ما دخلت في باغي ما دخلت دماغي كثير محمود معرفة يعني من النقطة الكثيرة اللي بسمعها كسلبية عن الفيلم هي أن البروفايل بتاع الفيلان ما تمش بناءه بالقدر المنسب وأنا عندي إيجابتين على هذا الموضوع أولا بروفايل الفيلان ما اهمناش في أي حاجة إحنا بنتكلم على معضلة بيمر بيها ولد صغير وبتمر بيها بلد وبيمر بيها مجموعة من الولاد الفيلان بالنسبة لنا هو مع ذلك هو تم تقديم حاجات للحبيب يتفحص فيها شويتين أن العنف اللي هو كان عاوز يستخدمهم مع الولد هو هو نفس العنف اللي أبوهم كان بيستخدمهم معاهم فهنا بنتكلم على الفكرة بتاعت لا أنا ما بتكلمش على فيلم بسيط ما هواش فيلم رعب مفترض أنه هو يسپون فيد مي افريثينج دول تورمينتد سبيريتس فضلت تلينجر أراوند المكان دوت ووصلت لطريق التواصل مع هزا الولد من خلال هذه الأداء وإن كانت دي مش أداة تقنية يعني مش موفوض إن أنا أشرح الطيار الكهربائي حصل ازاي وفي مشاهد كتير جدا اخرجيا شفنا ان الولد دول موجودين التليفون ده مجرد وسيلة لكن هم موجودين لان روحهم لسه محبوصة في هذا المكان ودي حاجة الفيلم مش محتاج يقدمها لانها تقدمت في عشرات ومئات الافلام قبل كده انا مش ترهد فانا بالنسبة للتجربة متكاملة والحاجة الاساسية اللي هم كانوا عاوزين يصبوا فيها في النهاية هي التجربة العاطفية اللي بتمر بيها مع انتقال الولد ما بين الامل واليأس واعادة التشجيع من خلال المكالمات اللي بتجيله من ولاد وشكل علاقته مع الولاد ده قبل كده كان عامل ازاي وصولا للمكالمة الاخيرة وانا في تقدير المكالمة الاخيرة مع صاحبه اللي هو الوحيد فيهم اللي كان صديقه دي واحدة من بتاعت السينمات الكهيرة بالنسبة لي قدي ايه مع الموسيقى مع الكريشندو اللي كان شغال مع طريق التطبيق وللحاجات اللي هو قال له عليها والنصائح اللي هو قال له عليها انا كنت سخنان جدا مع التجربة سبحان الله سبحان الله انا ما اشتريت انا ما اشتريت انا والله العاطفة كانت صفر انا قاعد قدام الفيلم كده يعني عارف كده قاعد متملل كنت خايف تخاف ولا ايه لا لا والله وهذا ما هو رعب لو احد سألني ما قدر يصنفه حتى رعب لا وهو فيه جنبتين سكيرز مش اكتر لا تست يعني ما في اي حاجة ثانية ما كان يعتبر فيلم رعب ابدا بس في افلام كثير ثانية عن اختطاف وعن اشياء اللي فيها تراوما والاشياء اللي مروا فيها الاطفال وكيف تؤثر عليهم في الكبر تناولت الموضوع بطريقة اكثر اثارة بالنسبة لي هذا الفيلم انا ما اشتريت ده لما يكون موضوعه يا ماهر الرجل ده ده ما كانش موضوعه ده موضوعه الكميونيتي بتاع الولاد مع بعض ولما التكاتف يحصل حتى لو كان على مستوى سوبر ناتشرل ايه اللي ممكن نشوفه على المستوى العاطفي في رحلة خلاص ولد صغير الناس عملت بص على ايهتن هوك ايهتن هوك ايهزا سبورتين كاركتر مش هوش كاركتر المهم بالنسبة المهم الولاد لان ناس تقولك انا عجبني الولاد جدا وعجبتني البنت جدا والبنت هيلة ورائعة وبتاع بس الفيلم طب اسمع 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 هذا يا رجانة مثلا لفيلم بعيد بعدنا انا برضو مرة ثانية ماني حاجة فيلام الرعب بس فيلم ات الجزء الاول قدم لنا الرعب وقدم لنا الاطفال وقدم لنا كل كثير من الجوالب اللي انت تتكلم عنها بطريقة اكثر جاذبية مع انه كان يعيبوا انه كان فيلم طويل حبتين بس كان عندك بسموعات اطفال ودخلت في تفاصيل كثيرة انا بالنسبة لي ارتبط فيها اكثر وكان فيه جانب الخارج مش حقولك انه هو بعيد ايه انا مش حنفي فكرة انه هما مش شبه بعض لا هو فيه تشابه حتى انا اتكلمت عنه مع التشابهات بما فيهم سوبر ايت والكلام ده كله بس ات سوبر ايت وحاجات تانية كتير كان فيهم شلة ولاد ده ما فيهوش كده ده فيه ولد بيشور بالوحدة ده فيه ولد بيعاني من التنمر دي زوايا اللي الفيلم خد فيها وقت عشان يشرحها بينما المشاهدين على ما يبدو كتير منهم كانوا مشغولين بالبحث عن حاجات اخرى ممكن ممكن انا اقوى اتكد هل جاءت فرصة ان اشوفه مرة تانية لو نزل في اي ستريمينج اتقف رأيك جدا بس انا ما اشتريت انا ما اشتريت انا حاولت لا هو عملا الحاجات انا بقول ان هو كان رهان كبير من الفيلم ان هو يراهن على الحمل العاطفي اللي بيتم تفضيته في لحظة او اتنين في نهاية الفيلم فقط لغير ولو انت ما توصلتش عاطفيان هتخسر كل حاجة ده اكيد مش هيوصل لك ويبقى رهان الفيلم ما هيش مسؤولية المشاهد بكل تأكيد والشغلة الثانية انه انا انا امكن رفعت التوقعات شوية انه اتكلمنا على المخرج وان هو سحب من دكتور سترينج وراح عمل ده الفيلم فنوعا ما انا داخل اشوف ايش التطبخة اللي خلته يعني يعوق دكتور سترينج فيلم ابسط بكتير من الناس لو متخيل ان هو راح على بتاع حاجة تقترب من ربع دكتور سترينج حتى لا سنفتق ديلي بلاك فون افضل من دكتور سترينج لكن على النقيد ما ديحناش عندنا بعدها طب لا نخرج خلنمشي بالترتيب انا دائما اخرب الترتيب طب ايه لو حاجة لها مناسبة قولي يا باش انا غير لك الترتيب كله يا باش انا بس ابغى قارب يا باش انا انت سدت نفسي وجاي بقولك حاجة من احلى الافلام اللي شفتها في السنة قولي مشتريتش مشتريتش وانا جاي باعلك شربات ومشتريتش مشتريتش والله حاولت يا محمود خلاص يا موادي الحلقة بالحلقة بازك يا ماهر خلاص يا امشي امشي هتجي معاها هتجي بعدين روح ايش عندنا شف مثلا شوف الترومة الصح كيف تنعمل شوف الترومة الصح كيف تنعمل صح ولا لا يا مان صح ولا لا يا مان ايوا بس احنا نتكلم على الترومة بتاعت ولد تم انقاذه مقابل ولد على ما يبدو من موت مص البلد جماعة من البداية كده انا لقيت نفسي بقى أرسل لمحمود وانا جريب نازل لسه في المطار وصجة وده وكده محمود شوف المسلسل ده انا عارفك انه انت حطنش فشوف المسلسل ده انه فعلا كان مفاجأة وفعلا جميل وبيعوض نقص كبير خايف اني ارفع توقعاتكم مرة بشكل كبير بالله خفف التوقعات بس بقى اقول يعوض نقص ما كانت ميند هونتر عندي الله عليك هو ده يا سلام يا سلام يا باش انا اي حد برشح له بلاك بيرد من البلد انت حاجبك ميند هونتر اه ما تفوتش ده بس يا اخي يا اخي تبت سلطن على حوارات يا جماعة في احد يتعلم سيناريو تمام اتفرجوا على الحوارات اللي حتسير بين البطل حاج القصة وبين البطل التاني اللي القصة ما غير ما انه نحن تعال نقدم تعال نقدم البريمس كاملة للناس حدودت انا ما هنحرك ما هنحرك مش حرق حرق ده البريمس اللي لو شفته التريلر تعرفوا اكتر منه كمان يعني واحد عليه حكم في سجن لفترة طويلة جدا وعنده اسباب كتيرة جدا تخليه لا يحتمل فترة العقوبة ده اتو عايز يطلع والسجن اللي هو موجود فيه دوت زي ما يكون اوتيل صغير ما هواش سجن قوي ما هياش عقوبة صعبة يعني ولكن هو عموما عنده مهارة جميلة قوي انه هو بيتكلم وبيفتح قلبه للناس وكل الناس بتحبه والكلام ده فبيجي له عرض من السلطات ان هو ينتقل لسجن تاني للكريمينالي انسين لقتلين قتلة مختلين عقلية وسجن بجد بقى مش هزار الناس بتتقتل فيه وبتتبهدل والكلام ده كله عشان يصاحب واحد وينتزع منه اعتراف ان هو قتل ودفم 14 جسل 14 بنت مع الوضع في الاعتبار انه بالفعل اعترف بالأولى بلغاية لما يروح ويقبل المهمة ويقعد معاه وبدل ما كان عندنا مهمة عاوزين نحققها نلاقي عدد لا نهائي من علامات الاستفاد بس كده طيب يا جماعة اللي ما شاف المسلسل للان ينجز على الفقرات لانه حد اتكلم الان بحرج مع محمود شوية قبل الحر احنا عندنا اداء تمثيلي في ادوار اولى من تارين اتجرتن وبول وولتر هاوزر يعني انا بقول نط من المسلسلات ويروحوا ياخدوا الأوسكار على طول يعني انا بقى it's that good it's that good يا جماعة بالذات بالذات البلن يعني بالذات البلن اقول والتر هاوزر الولد ده يا جماعة اللي كان في ريتشارد جول اللي كان في اي طانيا الناس اللي تتفرج على كوبرا كايد داستين جري ليه حاجات كتير ملفتة في ادوار مش كبيرة قوي ريتشارد جول من بطولته بس الحاجات التانية ادوار سغيرها ملفتة جدا واحنا بنتكلم على فكر في اد كيمبر وضرب في خمسة سبتة بالذات البلن بالذبط الولد هايل ادوار مساندة من ريليوتا المات المات وسط التصوير وسط التصوير ترا عشان كده هم حنرجع نشوفه مرة تانية خلاص اعتقد لو هو خلص الموسم دا انا معرش ده فيه موسم اخرى اظنه limited series بس اصلا حلاجات الجاية واتفر حيصير ما حيطلع لنا واثر على السيناريو واثر على السيناريو وفي الحلقة الثالثة بعد ما خلصت طلعوا نعي طلعوا الناعي فباقي انه ما حيطلع معانا بشكل عام مسلسل فعلا لقطة كده هنبتدي بقى نكلم بحلاجاتنا ونحرق احنا كده نكلمنا عن اللي ما شفش يشوف دلوقتي بقى هنبتدي نحرق امان انا المسلسل ده يعني مو الحلقة الاولى الحلقة التانية هي اللي طرت معاها على طول حلقة الاولى طيب احنا مسكين في مكان شيء كويس بس من يوم ما دخل وبدأ ان يشوف ويتكلموا مع دال المجرم وتعرف فعلا انه هو السايكو يعني عيونه عيونه يا اخي عيونه كيف يتكلم كيف بتبرك كده احيانا بيتكلم عادي واحيانا لا لما نجيله احساس السايكو ده كيف العين بتتغير يا رباه شيء مو طبيعي كيف بيوصف الوصف هنا شيء كده بتكلم على السيناريو يا جماعة السيناريو اللي حببني فيه اتنين بيجلسوا مع بعض الفكرة كلها انه هذا اللي انسجل الان بيحاول يتقرب منه ويطلع منه معلومات عشان طلع منه معلومات ما ينفع يقولوا اه محمود بالله اللي قتلتهم كم يا الشيخ تبا حبوص في ايه يا برينس فكان لازم يبدأ سطل يعني كده بهدوء ومواضيع بعيدة والامور تقرب بعض فهذا يستدعي العديد والعديد من الجلسات الحوارية المملة اللي احنا نقول عليها اللي هو بريكين دي آيس او انك الاشياء اللي تبدأ فيها المحادثة مع شخص معين تسأله على اشياء بسيطة تمر واحد اتنين استلطفك ما يستلطفك تخش فالموضوع يبغاله الصبر بس ده كلنا عمل بطريقة مناسبة ما تملل ما تملل ابدا واللحظة نحن الان مصنعين للحلقة الرابعة يعني لسه ما وصلنا للحظة اللي اعترف بشي بس الحلقة الثالثة والرابعة وصلنا لأشياء يا الله تحسسك بحاجتين واحد بيهول الأشياء اللي ممكن هذا الشرير تبعنا سواها فانت كموشاهد تبطول فيه بنظرة تخوف والنظرة الثانية إحساس اللي جاء للسناك اللي بيحاول يمثل إنه عادي وهو من جوا بيقولنا على بشكلك يعني عايبغا يقتله إيش السايكو هذا اللي قدامه والحاجة التانية اللي احنا كنا متخيلين إنه هو حوار أحادي الاتجاه طلع شرع رايح جاي والبطل بتاعنا بيحاول إنه هو بالصنعة اللطفة وبالهداوة ينتزع منه اعترافات أو يخليه يتوغل أكتر في ذكريات طفولته فنفهم أكتر عنه لإنه الشخص بتاعنا نفسه فتح دفاعاته وابتدى يضل كل مشاكله النفسية وكل العقد اللي شافه وهو طفله وهو مش حاسس ففجأة بقول علامات الاستفاقات في كل حتة وانت تتفرد وهنا الجمالية حاجة المسلسل ككل ما قدر كيف حينتهي أظن مبنية على قصة حقيقية بيقول مبنية على قصة حقيقية بس العلمات دي من المرات القليلة جدا اللي أعرف إنه في حاجة مبنية على قصة حقيقية ومجريش أعرف إيه اللي حصل في القصة أنا ما جريت عشان أبغى أعرف إيش ممكن تنتهي القصة ما جريت أبغى أستنى أشوف إيش يصير معانا كأحداث بس بشكل عام زي مايند هانتر الحوارات هي البطلة التمثيل الشر والجريمة والسايكو بار يفوز طبيعة أنت دخلت جوه عقل واحد على فكرة إحنا لغاية دلوقتي ما فيش تأكيد على أنه عمل كده لأنه في حاجات كتير تزرعت حواليها منها علاقته بأخوه منها أنه في البداية كان بيقول أنه بيشوف أحلام ما عرفش إذا كان الموضوع منها أنه في حادثة تانية جال أنه هو سواها بس هو ما كان له أي علاقة فيه شهود عياله فريق التحقيق بتاعنا شخصين بتدعب عندهم شكوك وعلى فكرة فيهم أداءات هيلة جدا برضا رغم أن هم انتزعوا أطراف ومشهد انتزع الأطراف من أجمل ما يمكن يا جماعة عندك أي شكل في الأخو؟ أه حتى أنا في المشهد اللي كانوا بيفتكروا فيه اسم البنت وحتى تقبعين عليهم ممرتاح كأنه دايما فيه بنات كتير بيمروا عليهم ودي اللي هربت فشكله كده فيه شيء بين الاثنان الولد اللي عمل دور لاريو هو صغير شاطر 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 انتو عرضتوا ولد صغير لتجربة زي دي فعلا حتى لو كان التصوير يعني شاطر أنا ما أظن أنه كان جدامه إلا والله كان فيه كان فيه؟ ايه ومسل حلوة قوي هو مسل الدور بشكل هايل صح وفيه تناصق ما بينه وما بين الولد الكبير يعني أنت كأنك بتشوف لحظة تحول ولد طبيعي للولد الكبير اللي احنا شفناه ده للرجل الكبير اللي احنا شفناه ده لا حتى الأبو أنه عايش لليوم نفسي أشوف الأبو ده اللي عايش لليوم انت كيف كده ربيت ولدك كله عشان تجمع لك كم حاجة لا الطريقة اللي رماله فيها المجس أو اللي رماله فيها يعني كأنه عادي يعني خد نقطع يا الله رائع أنا مسلطة مع المسلسل ده أنا مسلطة جماعا المسلسل بتعرضت كل يوم جمعة أنا في العادي يوم الجمعة بيبقى عندي مشوير فلو بتفرج يا بتفرج الجمعة بالليل ده المسلسل اللي بمود فيه يعني يا بتفرج الزبت الحد مش فرقة بقى ما الحلقة اللي جاية كده كده جاية الجمعة اللي بعده أنا ده قبل منزل يعني أنا صحيت أول حاجة اتفرج على الحلقة وبعدين بقى شوفه ريايه استعي أنا مش قادر استنى الحلقات لهذه الدرجة يا رب النهاية اللي تكون حلقة لأنه حرام الهايب ده كله في الأخير يسجط معانا وجيت سارة في الحلقة أنا الحاجة الوحيدة اللي مقلقاني من أن النهاية ما يبقاش فيها الهايب المناسب هو أكونها قصة حقيقي والمفاجآت اللي ممكن تخلي ترفع من شأن الانفعالات في النهاية هي أنها تبقى تقربنا أكتر من أرض الواقع أو تقربنا أكتر من المتوقع ده اللي حاجة الوحيدة اللي نقلقنا صحي وعلى فكرة دي ممكن تكون كانت من مشاكل مايند هونتر أنا مايند هونتر كان بيرفع الهايب في بعض الحوادث وبعض الحاجات اللي تدرجع عالية جدا وبعدين ترجع تفكر أنه هو بيحكي قصة حقيقية فتلاقي الأمور هدية والله 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 مايند هونتر وقلناها زمان نرجع نقولها الآن ما يهمني شيء غير الحوارات وقاعدته مع المجرمين إعادة تمثيل ممثلين لمجرمين حقيقيين لحوارات خيالية بأسلوب المجرمين نفسه قمة في الإبداع قمة قمة في الإبداع وياصل مبنية على اعترافات موثقة من أكبر أخطاء نتفلكس عرفت أنه مو نتفلكس عرفت أنه شي اسمه يا ربي؟ ديفيد فنشر؟ أي وهو المفاضل للعمل لا بيتهالي برضو لها دعوة بالديل وبتفاصيلها وكلام زي ده لأن ديفيد فنشر مؤخرا كان بيتدخل في إخراق بعد الحلقات وخلاص يعني هو حط البايبل من الأول وبعد كده خلاص لا القرار قرار مشترك ولي علاقة بأن الناس ما بتتفرجش والناس ما بتحبش ميند هونتر فما تفرجوش عليه كتير يبقى الناس عندها مشكلة خسارة نبدأ أي شيء قبل ما نبدأ أي شيء الفيلم ده لو واحد ما يعلم أحد إيش يعني مونتاج كيف تعمل مونتاج وإيش فايدة المونتاج تعال فرجك الفيلم ده كيف من مناظر بسيطة تخلي الحماس يطلعك إنه مشهد أكشن قدامك مو مجرد واحد بيربس مو طبيعي الكاميرا اللي من فوق وكيف بيطلع وهذا يجيبنا الفين إنه البطل اللي معانا ده أوسكر ده 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 أوسكر ده لازم لازم ده يعني غير قابل للجدال أصلا كمية الحركة كمية المجهود اللي حطوا عشان يطلع شيء مو طبيعي ومو مجهود اللي باين إنه يا أخي بتاعي نفسه لأه اللي أشتريه اللي مشتريه اللي فعلاً بيعطيني الأداء لأنه إنه تبيني ألفس وهو معروف كيف إنه تشيزي كده شوية في حركاته ومدرق إيه أوه ماي جود أنا أمبسط جداً أجمل مشاهد في الفيلم ككل هي المشاهد حقة المسرح في مشاهد درامية حلوة في قصة حلوة ولو تسمح لي بتاعت النص الأول مش بتاعت النص الثاني بتاعت الديفلوبمن بتاعته مش بتاعت فيجاس بتاعت فيجاس على عيني وعلى رأسي بس الدنيا كانت هديت قوي فيها خلاص لكن التجربة المجنونة اللي كانت في النص الأولاني النص الأولاني بس يمكن فيه أداء واحد حاج ألفس في الأخير اللي هو اللي اكتشف فيه كل حاجة ده إموشنل ومقدر فيه جداً إنه في الوقت ده تفاصيل ألفس الحقيقي نفسها كان صعب تنقل من خلالها تعبرات لأنه كان مخب يوشه تحت السايد بيرنز والمدارة الكبيرة والكلام ده كله كانش حد عاوز يشوف حقيقته والمعاناة اللي هو بيمر بيها والولد نقل ده كله من خلال ده كله ما كانش عنده مشكلة أنا أنا بكل أمانة واحدة من الصدمات اللي عندي اللي ما كنت تعرفها إنه ألفس عمره ما عمل تور خارجية يا ربا كيف 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 ما عمل تور خارجية أنتو يا جماعة مستبعبين التور زي ما هو ساير عندنا الفترة الأخيرة بحكم أنه السعودية الآن والحفلات بدأت تصير فيها نوعا ما صار فيه تور صار فيه مغنيين مصريين بيجوا عندنا بيروحوا الكويت بيروحوا البعا فصار فيه 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 فالنجومية والفعلية هي أنك تطلع خارج البلد ما تكون بس داخل البلد نفسه تماما أنك تقدر توصل لأقطار العالم وحب نتكلم تور الأمريكاني ده تور يموت ده يقعد سنة كاملة بيروح من قارة القارة وجوة القارة نفسها وجوة الدولة من مدينة لمدينة تعب مسارح بالكامل مايكل جاكسون عملها كثير من الجيل الجديد بيحاول أنه يسوه بس فيه مطربين يعني أقل شأنا من اللي ممكن أي حد في الدنيا تخيله وعملوا ورد عملوا تور فما بالك لو إلفس عمل تور إيش كان ممكن يصير فهذه كانت معلومة صادمة بالنسبة لي أبغى أسألك على لذو أنا ما بين هنا وهنا على شخصية توم هانكس يعني أنا أحب توم هانكس يا جماعة جدا تمام؟ ومثل بارع جدا بس في هذا الدور تحديدا أنا قاعد على الطرف ما بين أشتري بالكامل أو أقول كرتونش وممكن يكون كرتونش أو إيش يعنيش جزء بكرتوني إنه ما هو إنه شخصية سطحية نوعا ما ما فيها عمق معين ما أعطوني أسباب بولا شي بسيط أفهم ليه هو سوى كده تمام؟ ولو بس بس أنا 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 متفاهم التحفظات اللي ممكن تكون موجودة عندك تجاه الشخصية وهي التحفظات في مكانها بس مقصودة لأن الشخصية بتاعتنا ما فيها العمق الكافي ولكنها صاحبة المنظور الفيلم كله بيتحكي بالمنظور أيبا أيبا ما ينفع يتكلم عن نفسه غلط يعني داري جو ما ينفع يتكلم عن نفسه غلط بالإضافة لأنها شخصية أنجماتيكة هي شخصية غامضة أنت يعني بنبتدي نفك اللييرز بتاعتها شوية ونفهم المشكلة بتاعتنا إنه هو شخصية بلا هوية وشخصية بلا جنسية وشخصية بلا باسبور وغالبا كدب في التاريخ بتاعه كله في الأكت الأخير خالص قبل كده هي كلها علامات استفهام بلا إجابة فبما إنك سحبت منه اللييرز الكافية لأنه بالنسبة لنا شخصية طمعة متلعبة عاوزة مصلحتها الشخصية وألفز استفاد فقط من نقاط التلاقي بتاعت مصلحته مع مصلحته لكن كل حاجة في الدنيا ممكن تفيد ألفز والضره هو دمره فيها وخرب حياته فيها بما فيها موضوع الورد تورز والكلام ده كله فهي فعلا شخصية اللييرز اللي فيها مش كتير ولكنها صاحبة المنظور فهو فعلا ما فيش ما يكفي من الجوستفيكيشن إنه هو يحل الروحه لأنه هو مش الهدف بتاعنا أساسي ومع هذا بالإضافة للأداء الهايل من طم هانكس أداء بلا مشاكل أنا معنيش معه أداء رائع أداء مبهر أداء خلى طم هانكس اختفى جوه الشخصية أنا ما شفتوش بمنطقة البساطة فده يعوض ده والدنيا تمشي معي معنيش مشاكل معه خلص صح أنا أتفق معاك في دي النقطة يتهيالي برضو ترشيوحي لأوسكار مضمون أه طم هانكس أظنه يعني النقاد أغلبهم حتى الكسالة منهم من صحاب الكورة ده يعني خلص معني خلص يعني أقول واحد زميلة ده كل يوم متابع كورة مرة ما ده ميسي ده حيحطوه حتى لو ما لعب فالشاهد أنه أرجع مرة ثانية آه في النقطة الحصاد ده ما نتكلمنا في واحدة من النقاط اللي أنا وإنت كنا كنت مني عارث من أي الزاوية حيجيبوها لأنه في مطالبات كثيرة كانت في أمريكا بالذات الحركة اليسارية حقوق السود وكل ده كيف أنه إلدوس بنها هذه الإمبراطورية كلها على الإرث الثقافي اللي السود في أمريكا آه واو 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 يعني إحنا ساعتها أكتر حاجة تخيلنا ممكن يعملوها هم أنهم يتجهلوا النقطة دي تماما وما يشيروش لها خالص لهم مش بس ما تجهلوهاش دول هم بنوا عليها وحطوها في الديان ايه التعريفي الرئيسي بتاع ألفس وقلبوها النقطة في صلحه بنسبة 100% وجابوا عليها دلائل وشواهد بالإسم ولو رجالة خشوا اعترد هذا لو فيه محكمة لو فيه محكمة الآن وإلفس عايش وبيحاكمه هيكسب الغضية وإحنا عادي هيشغل الفيلم بس شغل الفيلم وإحنا نتفرج معه نهاية الفيلم مع هيئة المحلفين وإيه تبريء الله معاك أطلع لا مو طبيعي ومو حدش اعترد أنا على قد ما أنا تبعت مفيش ولا صوت اعترد أنا هذا اللي مستغرب منه يمان للمادر ده تتابع بل بير بشكل كويس ولأ يعني واحدة من أكتر الأشياء اللي بل بير يعيدها دائما في نوكاتو كيف أنه هي مرته أصلا امرأة سوداء بالزبط بالزبط فالموضوع ده يعني يعتبر شيء دائما بيقاس عليه بس أنا هنا حسيت أنه لأ إحنا ما هنطيح الأيقونات حق جونا لا 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 إحنا نلف ونعجن ونجيب أنا ما أدري لأي درجة قصة الزهر أنا ما أدري لأي درجة حقيقية يعني خلوك تتعاطف معه بالعكس برولوك أنه هو بطل بطل للسود لو ما كانتش حقيقية كانوا طرعوا طرد أنا ما سمعتش اعتردوت هو قال لك نقل منهم بمبركتهم وبرغبتهم وبموافقتهم لأنه ما كانش تدخيل عليهم ده كان واحد منهم لا لا ده اللي الفيلم بيقوله بمنتهى البساطة أنا أنا مرة مبساط من أجمل التجارب السينمائية ومرة ثانية مرة ثانية وحتلاقوني أتكلم في دي الأمور كثير يا جماعة لأنه شايف كثير شباب الآن بدأ ينخ خلاص الفيلم ينزل أشوفه هتفقد متعة السينما الفيلم ده شاشة ده من الأفلام اللي كمنه موجود في السينما ما نضيعش الفرصة يعني فيه فيلم حنخش نتكلم فيه كمان شوية حلو ووحش حاجة وكونوا في السينما النهاردة كمان أصباح هيبقى في شاشة التلفزيون حاجة تانية تيجي تقولي مستاهل تلاقيني بتوة لكن في الفيس لو بكرة حيتعرض في التلفزيون والنهاردة آخر يوم لي في السينما وانت فادي رح شوفه في السينما صح صح وهذا مهم جدا يا جماعة تجربة سينمائية بصريا بتأثر عليك بشكل كبير جدا لما نجلل من التقنيات التلفزيونات اللي موجودة طالما فيها ما يستحق طالما الناس حطوا فيها حاجة والحاجة دي باينة المشاهد يا جماعة بتاعت توضيح تأثير الفس على الثقافة الشعبية على الثقافة الشعبية وبالتحديد على الشباب وبالتحديد بشكل أكتر الشابات والبنات انت أمام حدث السينما بقى ان الكلام دوات ازاي الترجم في حسبة هو مشهد واحد تقريبا من مشهد بتاع الكمسورت الأول لما ما كانش فاهم الجمهور بيعمل ايه هو شخصيا اتفاجئ من تأثيره على الجمهور طريقة الإخراج طريقة المونتاج المبلغة الشديدة في انه يقولك ان لما البنات شفوه وبيرقوا يصرخوا فقدوا السيطرة على نفسهم لا دلوصله النشوى دلوصله النشوى لا ما فيه يعني ان امه كانت قاعدة خافت عليه من الاخر انت كمشاهد تلاقي نفسك بتشتري الكلام ده ومش معترض عليه ومش شايف انها مبلغة كارتونية على الإطلاق ده إنجاز سينمائي وعشان كده باجد لورمين من الأسماء المحترمة جدا وعشان كده انا كنت قاسي عليه في التقييمات وفي الأراء من بعد مولان روج لانه عاوزه يرجع للفورمة دي تاني لبس عمل لك عمل بعد مولان روج عمل جريد جادسبي dai ... VIDEO انا ما ... نرجع للفيلم مرة تانية رائع ترشيح أوسكار اتنين لقلات عيclock في التكنيكال pr S-Wood تعالا نعدوهم تيجي نعدوهم ونعملها رهان ممثل مساند مخرج مخرج منتاج هندسة صوت بالراحة الصوت كمان عندك ميك أب أنا بقول عشر تمانية عشر لا لا فيلم فيلم السنة للآن مع توب جان وباتمان معهم بدنا نطلع بمحصيلة حلوة وهذه احنا لسه ما دخلنا على سباق الأوسكار ومرحلة الأوسكار اللي تبدأ من أكتوبر عندنا فيلمين مستنيينهم واحد منهم هاي اكشن بيست ما عرف شماله اللي هو بولت ترين ونوب من ساعة لما نظر ضد الأفعال في أمريكا بتعامل السنة زي ما يكون ما نزلش فيها إلا نوب يعني أمريكا النهاردة اللي تيجوا تقرؤوا الكلام بس صراحة يعني هم عمل نفس الشرين تقولهم دي السنة اللي نزل فيها توب جان يقولك توب جان مين هم عمل نفس الشرين والله مش فاكر لا لا بس حاولك حاجة جوردن بيل أنت بتكلم على جوردن بيل بس حاولك حاجة جوردن بيل في أس الاستقبال ما كانش كاف والله في أس إلا إلا في جيت آوت كانت الدنيا عاملة كده بالزبط لكن في أس بالعكس جيت آوت كان عادي إلينا مفجر فطبيعي إنه أول مرة يطلع أس لأ من جبل الترقب بعد ما طلع والعبقري ومدر إيه لا لا بعد ما تعرض الاستقبال بتاعه كان نص نص مش زي لأ هو مع ذلك نبقى نشوفه نحن بس نوب لسه ما نزل حتى برق نوب لسه ما نزل برق أيوة يعني هو حتى برق لا نزل برق لا يا مان لا يا دود الناس لسه نهاية الویکن ده أظن لا يا ماهر في قنوات تنزلت بتاعت الاندينج وبتاع ما عملوش الكلام ده بالله اي جس يعني أنا بقى نتأكد بس هو مش نزل عندنا غير آخر الشهر والناس كتير قالوا ان ده متأخر خلصنا الفيلم اللي كنا بنقول لو فضله يوم في السينما لازم تدخلوا داخلين على الفيلم اللي كان في السينما اللي هو دا جريمان وعاوز أسألك السؤال ده بشكل مباشر هو لو في السينما تخشوا ولا تستناه لما ينزل على المدفق أنا طبعا ملحك تشوف السينما شفته أنا في نتفلكس لما نزل لأنه كنت مسافة لما نزل سينما وما كان نازل في البلد اللي أنا كنت فيها بسينما برضو غريبة نزل عندنا لابس سينما فما شفته غير في التلفزيون وهنا السؤال اللي بسألك إياه هل أثرت معاك التجربة السينماية في مشاهد الأكشن لأنه أنا ما اشتريت أبدا في البيت يعني لما نحط الوعود اللي احنا اتكلمنا عليها احنا قلنا الناس اللي عملوا واللي عملوا واللي عملوا بس 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 أنا رجعت فسفس تاريخهم لأنه خرجت وأنا أقول دقيقة في حاجة غلط يا أنا غلطان أو أنا رافع توقعاتي لهم ما عندهم إلا انفينيتي جيم انفينيتي وور ويند جيم حتى قبل يومين محمد طارق بالمناسبة كان كاتب تويتا بيتكلم عن البلات هولز اللي موجودة في كابتن أمريكا سابل وور تمام جايا أنا كنت معاين بارح عادنا فسدي على جم فنمسك لهم انفينيتي وور ويند جيم شكرا تانكيو أعطتونا وليه مبنية على كوميكس يعني مش أفكار أصلية يعني أو شي لا هل بكلم عن الأفكار البصرية بس بعيدا يا سيدي عن الأفكار بتاعت الأكشن الأكشن في الفيلم كان يعني بيور من الشلف عادي بتاخد حاجة جاهزة عادي بتخش السوبر ماركت تاخد حاجة جاهزة ما فيها أي ابتكار من أكتر الحاجات العادية اللي شفتها في حياتي يعني تعالي نقولش عليه وحش بس عادي جدا 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 وليه جننك الميزانية الميزانية ميزانية إنتاج الفيلم مقربة بقربة 200 مليون دولار يا عمي لو حطت الميزانية عشان النتيجة تبقى كده يا عمي يحط الميزانية على جنب أنا إنسان ما يهمني الفلوس أو ما أفهم في الفلوس ما أفهم يقول لك عشان صوره بره لا بس أنا أفهم إنك صرفت يبقى حتوريني حاجة تستهل يعني حشوف فلوسك جوه الفيلم عارف أنت عندنا في الكورة لما تيجي تقول لي فلوسك الميزانية بتاعتنا في مصب الانتقالات كذا أنا شايف العيد دا والعيد دا والعيد دا أنت دفعت في دول أنا معرش أنت دفعت في فيلم دا في إيه لا بس أنت عندك مثلا مثلا أمس نزلت تويتا وكنت حاطت صور المثلين اللي حيشاركوا في فيلم ويس أندرسون القادم واللي تقريبا كان فيه حملة تخفيض واخدهم ويس أندرسون وكلمهم بالله ويس أندرسون كل الممثلين بيشتغلوا معاه بربع وبطم فهنا الرد عليك أنا أتوقع تلاتة أربعة ميزانية راحت على المثلين يا مان المثلين جوا عشان فلوس فاندفع لهم شي وشويات إتا معاك رايان جوزلينج معاك كريس إفنس معاك البندي أرماس معاك المخرجين دول الكبار معاك الوداحك فارغو اللي ما استفدنا منه في الفيلم بالكامل بيلي بوب تارنتون ولك أنه موجود فعندك أسماء تجيلة بالراحة أكل لك الميزانية مو شرط أن الميزانية راحت على إنتاج يا مان ما أظن بشرط أن الميزانية راحت على إنتاج بس غير أنهم طمعوا وصوروا في مناظر خارجية وصوروا في مناظر خارجية حقيقية يعني راحوا في دول فعلا السفر بيأخذ فلوس في وسط كورونا وأشياء أنا بقول لك بعد فحص وتمحيص جوه المشاهد ومسكت عدسة مكبرة ومزان دهب علشان أشوف حاجات لقيت اللقاطات اللي على ما يبدو كان فيها توظيف كويس شفت المراجعة حاجتك شفت مراجعتك على دين نقطة ولا أفتكر أي حاجة ولا أفتكر درون أساسا المشهد اللي كانوا برا المستشفى وبعدين دخلوا جوه المستشفى اللي بسرق البادش والمشهد في الألعى الأخرنية ديت لما كانوا براها وعمل لك استعراض وبعدين راح يستقرع على الفايد بتاعتهم ومال اثنين مع بعض حلوة يعني خلتني أفتكر مش عارف تفتكر من سنة أو من أكتر كانوا جابوا إعلان بولنج آلي معمول بالدرون كان حد أخذ الدرون من برا ودخل واستعرض لك الكفتيريا وقال لك أن فيه مخرجين كتير بتكلم الولد دوت لأنه استخدم استخدام جديد وما حد شافه بتاعه أنا تصورت أنهم أكلموه جابوه وددوله مثلا خمسين مليون من المتين دولار وراح أعمل لهم المشاهدين ثلاثة دوت لكن غير كده الدنيا ما فيهاش طيب بعيدا عن الأكشن بعيدا عن التجربة البصرية أنيقل خلاصة نحن شبه متفقين عليها أنك تشوف الفيلم ده في السينما ما فيش إيمة زيادة هتختبرها أكتر من أنك تشوفه في التلفزيون بشكل عادي وحتى وإنت بتشوفه في التلفزيون هتتفرج على الأكشن وتقول والله وانا هحاول أتواصل زي 30-40 فيلم تانين موجودين هحاول أتواصل مع السينمات عندنا هنا إذا يقدروا إنهم يدوني شوية داتا أنا جدا عندي فضول كبير أشوف الجمهور السعودي اللي عارف إن الفيلم حينزل بعد أسبوع دخل ولا لا أنا استعرضت الموضوع أو السينما دخلتها أعرف القائمين عليها وسألتهم عن الموضوع قال لك المشاهدات مش وحشة الحجوزات مش بطالة بالمقارنة يعني مع الحفلات العادية بتاعة الأفلام الأجنبية بس هما شخصيا حتى هذه اللحظة مش فاهمين هما بيقتبروا إيه بالزبط يعني هم مش فاهمين ده حصل ليه لين فيلم ييجي ينزل أسبوع واحد وبعدين يروح التلفزيون هو ما عندهمش تفسير بس شوف أنا هادي أنا أنا إنه فكرة إنه نتفليكس يكون عندها فيلم ينزلوا بعدين ييجي عندهم صارت كتير بس تصير متى بس مش عندنا ايه وتصير برا وتصير كيف تصير على بعد فترة يعني أكتوبر وينزل ديسمبر مش بعد أسبوع بالزبط يعني هادي المعادلة غريبة بس يمكن يقول لك فيلم أكشن واتنين ستارز معروفين بنوا عليها ممكن ممكن إيه رأيك بقى في الاتنين ستارز المعروفين يعني أنا أول شي يحب ده بالإيجابيات كريس إبنز هادي ثالث مرة يوريني أداء خارج قالب كافتن أمريكا بطريقة حيوة في عندك الفيلم حق نايف زاوت وعندك المسلسل القصير حق أبل صراحة أعطاني يعني وهذا الفيلم عليهم أعطاني رينج حلو الولد يقدر يعطيك يعطيك أب يعطيك واحد حيوان يعطيك شاب ولعبان عنده رينج حلو مش أفضل حاجة في الدنيا بس عنده رينج كويس ويقدر يستفيد منه بطريقة كويسة وفي الفيلم ده تحديدا طلع بكاركتر الشنب لعب دور طريقة اللبس حقته طريقة الكلام هو مبسوط هو بيمسل طريقة الانفعال طريقة النرفزة طريقة الكلام أنا مبسوط منه جدا بيمسل هو أخذ راحته يعني أنت شايف أنه فيه واحد مستمتع باللي بيعمله واحد قال له ألعب يلا أنا حالعب قدامك وقل لي ودايما الناس اللي تبقيتلاقي فرصة تكون شريرة يبال معاها الحاجات دي ففعلا أبدع في الدور وما هو أفضل حاجة في الدنيا بس أوكي عنا قيد تماما تماما رينج جوزلينج أنا كنت مستنين رينج جوزلينج عارف إيش في دات دور بالذات بحكم أنه فيه شوية كوميكية في الموضوع فيه شوية كوميديا وفيه شوية يعني حاجات نايس قاي اللي سواه مع راس الكرو يعني أعطيني حاجة من هناك شوية لا هذا أعطاني جمودية جمودية جامد جامد يعني بديت أشكك أنا ليش أشوف إنه هو ممثل قدير رجعت أعيد الذاكرة وأرجع أشوف في آيم دي بي أفلامه يعني من جد شككني في الولد دا مرة تانية وليش أنا كنت أشوفه إنه كويس فعلا ليه يا مهري دي أكشن جيج يعني يا ريس ما تخلكش تعيد تقييم ممثل ما بيقدمش حاجة جديدة نحتية من الآخر يعني مثلا مثلا نحن الآن في الفترة اللي فاتت دي شفنا ثلاثة بره عالم مارفل أعطونا أفلام خارج مارفل إنكال كريس إيفنز همسورث وراين جوزلينغ معنى هو ماله في مارفل بس يعني بيعطيه لدور تاني إيفنز نجح همسورث ما نجح وحنجي لثور بعد شوية وراين جوزلينغ هنا لا مو بس ما نجح لا دا 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 أنا ممكن أستبدله بأي أحد وعطيني نفس الدور هو أفضل بأي أحد بس زي ما أنت كنت بتقول من الواضح إنه هو أخد أجره كامل على فيلم سهل وهو حتى على مستوى الأكشن ما تعبش يعني ما حسيتش نوعير قوي العمالية ما فيهاش ما فيهاش على عكس اللي كنا بنتكلم عليهم من شوية في كرة والجن مع الفارق طبعا نحت كلهم سؤال هو لو فيلم تاني السنة لو ما له فيلم تاني السنة أنا حزعل العرف أنه جائله في البايبلاين باربي مع جريتا جاروغ سنة جيدة 23 بس دا مش السنة دي 23 ما عرفش إذا كان عنده حاجة تانية السنة دا حرام يعني عادة اللي في نتفليكس إنه زي ما عمل الهمسورث نزلك سبايدر هيد ونزل Love and Thunder شو ذلك ربما ياخدوش بله ترى أنا اللي استعني ثور حبيبكم سبايدر هيد سبايدر هيد سبايدر هيد بص أنا عامل إيه في ثور يا بص تعال بس أنتبص علي تعال بص علي والقصة يا مان من أقدم ما يكون أو يا الله وتعال نروح للي علاقة كويسة بمديره والمديرة الطيبة هديك اللي كانت موجودة ونخطف البنت الصغيرة وينقذها في آخر اللحظات وإيه لها بلدة حتى أبعد علاقته مع البنت ما تمشي استثمرها أو قضينا معها شوية وقت عشان نشوف يا حجة زديدة أنت كنت كريم جدا أنت ساير كريم يا يبقى أصلا بأمانة وديو جو أسفار أنك تقوله إنه في الموحش بس ما ادي له ستة ونص أعطي له أعطي له في أفضل أحوال لا وحش أحدي له خمسة ونص لا لا يعني فيلم عادي عادي يعني فيلم عادي بص الصوني الصونيات صونيات مو بالسوء لأنا فعلا فعلا فيلم ظهر أنا شغلته الظهر كان أمس الظهر رجعت من صلاة الجمعة كده تكيت ولا أي نوع من النواع التركيز شغال والنور وفي الصالة جاعد وده ماشي خصوصا لما تحط في الاعتبار أنه ما فيش حاجة تانية يعني مش هقولك مثلا نزل فيلم هنا ونزل فيلم على أمازون ونزل فيلم على أبل فيعم إيزة بلا دي بص التانين بيعملوا أنا عشان المراجعة اضطريت أن أشوفه يعني ولا كان أجلت الوقت كان فيه أنا عندي هومورك أشياء كتير لسه ما خلوصة بس عشان قصد أتكلم معاك كان ضروري أن أنا أشوف الفيلم بس عموما كان دون المتوقع ومني عارف يعني اللي جلسين في النتفليك هم راضين على الصورة الممطية اللي صارت طالعة عليهم مؤخرا ولا كيف يعني لا ما أعتقد شو أعتقد أن نحن في مرحلة تغيير حسب ما قريت بس برضو خلينا نوصل لده في توقيته لأن الطايتل اللي جاي طايتل مهم جدا ويهم كل الناس ويهمني أنا شخصيا نعرف انطبعاتك عنه لأنك عادتك الفيلم كان فيه تساؤلات على ما إذا كان حيتعرض عندنا في المنطقة ولا لأ والتأكيد الوحيد كان أنه هو بيتعرض في القطب الشمالي فأنت خدت أول طيار على القطب الشمالي وضربت بكل حاجة عرض الحائط وأجلت كل أشغالك وكل حاجة في الدنيا وقلت بداي بالفيلم نزل يبقى لازم أشوفه دي إخلاص لرسالتي لعبارة Thor Love and Thunder أصلا لا أصلا يا جماعة سبكم انسوا نماهر معنا دلوقتي لثاني صدفة يا جدا صدفة Eternal's نزل والله هنا في أمريكا في شغل Dr Strange نزل والله هنا في الإمارات كنت بشتري بولوبي Thor نزل والله هنا كنت صدفة وإحنا مصدقين عادي طبيعي المصيبة المصيبة اللي أنت عارف وأنا عارف اللي بصدق لها بصحة أنا ما عارفش حكم في مرة في تويتر والله متضحك يا الله متضحك 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 لما نزل خبر Dr Strange أنه يتمنع واحد ممن شني وضع ماهر الآن وحاطت صورة جف تمام لولد صغير راكم على الطيارة وطيارة بالدور يعني ما يرتاحين هيرطوير ويتمر للدرجة دي يعني الصورة عند الناس والله إحنا صدقناك أول مرة وصدقناك تاني مرة لكن ثلاث مرة طورة بعض مش صدفة ما عليش أنا وكمان شوف يعني أنا عملت حلقة كلمت الناس فيها وتجربة كانت حلو والله يا محمود أبغا أكررها إيش اللي حسوي في المخططات مدري إيه كانت فيه تفاعل جميل كان فيه تفاعل حلو من الناس فقلت أنه أنا احتمال أصور حلقة عن ثور وفعلا أنا كنت حصور حلقة عن ثور بس طلعت أخبار بعدين لأ هو ما تمنع هو تأجل فقلت لأ على إيه أعمل الحلقة وهو ما تعرض غير في الإمارات وكم مدينة بسيطة لأ أبغا أيتعرض على نطاق أوسع مصر والسعودية والكويت والأماكن كلها وبعدين أنا إيه أتكلم على الفيلم فخليه على جمب أستمتع بإجازة الآن وبعدين أسوي الشاهد أنه أمس وقبله حسابات الأخبار أنا أعرف بيجيبوا الأخبار من فين بيقولوا أنه تمنع رسمي على وقت ما تنزل الحلقة دي احتمال يطلع الخبر اليقين بس اللي أنا أعرف للآن يعني أنه لسه ما في أي حاجة رسمية ما زال في نقدر نقول مرحلة أخيرة من المفاوضات خصوصا إنه أنا شفت الفيلم يا محمود لو جينا على موضوع على الألوان تحديدا هل أنا كنت نايم ولا كنت ماني مركز بس ما أفتكر كان فيه ألوان أوي يعني كفيه مشهد يجي التعدى يعني بنتين بيتكلموا مع بعض تعلان قارن زي دكتور سترينج والدكتور سترينج أوضح لا دكتور سترينج كانت يعني كده في حلقك مدخلها يعني فعلا العلامة طول الفيلم والأمين ومدري إيه وكده لا هلأ 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 لقطة عابرة وما كان فيها أي شيء يخدش فأنا خايف واحد دحيني يشوف يقول هادي تشوفها ما تشوي شيء فخلينا نطلع من الحفرة الشائكة اللي احنا فيها فأقول أنا أظن مو مسألة بس ألوان أنا أظن إنها مسميات الآلهة وما الآلهة لأنه أنت عندك آلهة كثير في الفيلم قصة الفيلم مو بس ثور ثور بيروح لمنطقة فيها آلهة آخرين ما أبغى حلق القصة لأي أحد يعني عموما فالترجمة نقول إله نقول قائد ممكن ديزني يقعدوا لهم في ده الشي أنا ما أعرف ممكن يكون هو ده السبب اللي معطي لهم برضو أنا ما أعرف بس إلى الآن أبغى كل ما تصلح لو عملنا كده يبقى احنا زودناها شوية ولا أنت إيراية هو احنا مزودينها بالفعل تعالى نتفق بس احنا كده باقينا بنبالغ قوي كده بقى الموضوع عايز أقول بوخ بقى لأن احنا شفنا الحاجات ديت ومتعودين عليها من كل الحاجات اللي ليها دعوة بالجريك ميطولوجي الحاجات بتاعت هيركليز الحاجات بتاعت بيرسي جاكسون الحاجات بتاعت ثور نفسه في الحاجات اللي اتعاملت قبل كده في مارفل مش حسس ان العالم عمره توقف عندها أو فيها الادعاءات بتاعت افساد الجيل الصغير زي ما كنا بنبداعي والكلام ده كله شوف أنا بيكون أما أنا مجدبتك أنا كل الوبع على بعض ما أنا قادر أحط يدي عليه هل من حقنا نرفض اللي ما نبغى مليون في المية الصين بتعمل كده وأنا من حقي أعمل كده الصين حتى بترفض تغيير سيناريوهات كمان بس احنا ببنفس التعداد حق الصين ولا بنفس القوة الشرائية حق الصين أوكي حنطاط شوية هل أنا راضي انه ينمنع علي فيلم وما أشوفه طبعا لا أمري ضايق جدا أبغى أشوف بالذات انه حاجة لشبكة زي ديزني عندها كمية من الأعمال تحت سيطرتها لا يستهان فيها فالموضوع مرة موسهل أرجع وأقول لك أنا الفيلم يمكن لأنه شفته النوم عندي اختلف يمكن غفيت يمكن شي رح علي مشهد بس أنا ما شفت شي LGBT أو حاجة للمثلية أو شي معين يستدعي يمكن أنا من كتر عيوني ما ولفت على الحاجات دي صقف الأخلاق عندي نزل الله أعلم بس أنا بحاول ألاقي تبرير بحاول ألاقي تبرير للتأخير هذا كله ها العملية بواختة فالآن أنا ما نعمل طب كلمنا عن الفيلم ادينا شوية حاجة سبويلر فري سبويلر فري خففوا من توقعاتكم جدا واحد اللي رايح يبغى يضحك وينبسط وينكت انت حتاخد اللي تبغى تالت ومتلت تالت وأنا بضحك بأعلى صوتي أنا معايا أولادي ومرتي سألو طولوا فيا كده ما هم فاهمين يعني خارن لي في الكوميديا خارن لي في الكوميديا ما بين راقنا روك وما بين ذلك مين عاما سخف أكتر من راقنا روك أنا هادي هي المشكلة هو سخف ضحكني بس نينه سخف تمام راقنا روك ضحكني في بعض السخافات لكن القصة ما زال فيها العديد من الجوانب الدرامية هالة مثلا لما جات كيت بلانشت قدمت لنا أداء أسطوري كريستين بيل ما كان يطلع على الشاشة اللي كان يخطفها كان يخطفها خطف بس كفيلن نفسه كقصة فيلن ودواعي وجوده وكل الحاجات دون على المتوقع بشكل كبير جدا سمعت أو قريت إنه فيه كثير مشاهد ما تم استخدامها تمام وكريستين بيل نفسه أظنه متفاجئ من هذا الموضوع إذا صدق الكلام اللي أنا قريته فواضح إنه ما تم استغلال كل الطاقة حقا كريستين بيل يعني أنا عاري الكثير بيتفرجوا عشان كريستين بيل هل مناظره حلوة؟ رائعة مشاهده جميلة كل مشاهد كان يطلع كان يخطف الشاشة بالكامل كريستين بيل يا جماعة ما يحتاج إن أنا أتكلم عنه أي كلمة لكن كان فيه سوء استغلاله والشخصيته والقوة لأنه الفيلم كان سخيف وما يستدعي وجود هذا الثقل فلما كان يتلاقى الثقل مع السخافة كانت تحس فيه حاجة غلط بتصير تمام؟ فحتى طريقة الهزيمة حتى طريقة أشياء بتخليك تطرح أسئلة أكثر ما إنك تتقبل اللي ساير معاك على الشاشة وأنا هذا اللي مزع عني بشكل كبير جدا أنا ما عنده مشكلة للسخافة أنا ضحكت أنا مبسط أنا استمتعت أنا فيه مشهد وأذكرك بعدين يعني وأقول لك اللي قلت لك عليه في الحصات أنا ضحكت ضحكت بطريقة لائر يعني مو طبيعي أنا مشهد فيه رسل كرو رسل كرو وأضحك كيف تيجي مع بعضي رسل كرو غلادييتر رسل كرو وأضحك معناته أنت عملت حاجة يعني دون المتوقع بشكل كبير جدا بس مو كل شي دون المتوقع مو كل السخافة طول الوقت تكون موجودة تكون مناسبة عارف افتكرت مين أنا نسفرج في الفيلم ومستني وجهة نظره على الفيلم أكثر واحد مين؟ محمود إسماعيل محمود إسماعيل محمود إسماعيل محمود إسماعيل دائما وأبدا عدو الكوميديا الشخصية الصيدرية عدو الكوميديا تجي في وقت غير وقتها فما بالك أن كل الفيلم لا هو عدو الكوميديا عموما فالفيلم يعني ثور مفضل عنده معضلة كبيرة صح أخوه مات آسجارد الآن واتدمرت مقاسة الدنيا كلها صح هو السبب اللي ما قد يقطع راس تانوس على الرغم أنه رجعوا وضحكنا بعدين بكرشته ومدر إيه بس برضو يعني لما ننسى أنه وراه ثقل كبير صح؟ مان كل دا يروح في المقدمة في خمسة عشر مقدمة حلوة ضحكت ومزحت وروعة بس كل الارك الدرامي دا تنفى 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 خلاص أنسى 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 تماما فهذا الشيء اللي زعل في الفيلم هذا اللي يخليه كوميكي بزي هذا اللي يخليه الآن يخرج من قائمة فيلم سوبر هيرو الفيلم كوميدي بس القضية النسوية موجودة بقوة متوظفة كويس محشورة حظ ما حسيت فيها كثيرا معقولة ما حسيت فيها مديتها بال محشورة نوعا ما بس ناتلي بورتمان أعطت الأداء شيء كويس المشكلة الأساسية كلها كلها وهنا أنا مرة قريبة على حرك مرة قريبة على حرك مشكلة الأساسية كلها كيف شخصية ناتلي بورتمان ترجع هذه المشكلة حقيقتك بس كل ده اللي صار يعني مش مارفل أبدا ولا حاجة يعني مع أني أظن فيه كوميك وهي موجودة وكله بس أنت مشيت بخط وهي ما هي فيه كيف ترجع وكيف ده كله ما أعرف حقونا كوميك إن شاء الله يفتونه بعد ما يشوف الفيلم فبشكل عام كوميك كوميدي ضحك سخيف جدا عدم استغلال كريستين بيل بشكل كبير خسارة لما أخده أصلا بس سريعا رائع 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 بس سريعا رائع بس هذا هذا اللي يترجل علي كده إحنا خلصنا الأفلام كلها دخلين على مسلسلات حاجات أنت شفتها وأنا ما شفتها وحاجات أنا شفتها وأنت ما شفتها فخليني نعدي عليها برضو لدي للناس مقدمات لكن قبل ما نسيب ملف الأفلام فترة كويسة برضو رغم إن ما كانش فيها تايتلز كبيرة ما كانش فيها باتمان ما كانش فيها طوب جن ما كانش فيها الحاجات دي بس كانت كويس وروحنا السينما واتفرجنا على حاجات في البيت ولا إينا أمور نتكلم فيها نتحرك للمسلسلات وأول مسلسل نبتدي كالعدم على الحاجات اللي أنت شفتها وأنا ما شفتها وهو الموسم الثالث من The Boys تعريف بس الموقفي من The Boys أنا تابعت الموسم الأول تابعت الموسم الثاني لا 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 خلينا أنا أتكلم هذا الشخص اللي قدامكم من غاره ضرب والله لو قدامي اليوم ما كان حيخرج سليم يا معلم شفت الأول وشفت الثاني تفوت الثالث ليه؟ ليه؟ لأي سبب؟ وتكلمنا ده من العصادة اللي فات حر؟ ليه لا مش حر؟ إنت عندك عصاد تجيب ذاكر تجيب ذاكر يا عم قالوا لي أول مشهد مؤرف يا عم كلام فاضي كلام فاضي أنا مشاهد رهيس كلام فاضي طب بس عشان نوضح أنا أنا مش أنا الناس كثيرة فسرت كلامي على The Boys إن أنا ما بحبهوش أو إن أنا عندي مشكلة معا أنا بحب The Boys طبيعت The Boys خليني أخلص الموسم الثاني معنى كده إن أنا كنت راضي عن الأحداث ونكمل معها بس في بعض المبالغات في تأديره على مستوى الجرأة خصوصا إن الشخصات الرئيسية بتاعتنا ما بحصل لها أي حاجة ما بحصل من أحداث وفي مبالغات مؤرفة على مستوى المحتوى القاسي مش بس العنف والأمور اللي زيه دي مش دايما براحب بيها والناس خبوا فتني منه أنا ما قررت الشيدي مش هشوفه بس كل شوية هل أنا دلوقتي في المود أني أختبر الحاجة اللي الناس بتقول عليه هدي هل دا الوقت المناسب؟ هل دا الوقت المناسب؟ صراحة ملقتش المدخل بس أنا عايز أشوفه وعايز أشوفه النفسي عشان حتى أتابع إلى بعض كده شوف فمعلش أنا آسف شوف Go ahead The Boys في ظل اللي سايرة الآن معانا من تخبط ماربل أيوة تخبط ماربل الكبير جدا أظن إحنا الآن وصلنا للمرحلة نقدر نقول فيها أن مرحلة الرابعة فشلت مرحلة الرابعة للماربل لا فشلت لا 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 تقول لي أمي ولا أمي فشلت يعني بص مش حلوة ما حقول إنها مش حلوة مش على قدر التوقعات بس مش حق لا حقولك أصلي فشلت ديت يا ماهري يعني أنا كنت عارف هي عايزة إيه ومحق لا فشلت فشلت إنه أنا اليوم سر معين دي إيمان باللي بتعمله ماربل بس هذا هو فشلت والله أنا لو أفهم هم كانوا بيحاولوا يوصلوا لإيه أقولك فشلت ولا ما فشلتش بس أوافع على إنها أقل من التوقع يعني كمية مسلسلات على كمية أفلام على كمية أشياء ولا من يفهم إحنا في الرايحين ولا إيش النظام اللي إنت بتعمل وصلاحة كمية المتعة بغض النظر إنك تربط الأمور في بعض ولا لأ كمية المتعة في الأفلام حق ماربل اللي هبطت بشكل كبير جداً فبيضل اللي صار في ماربل من أفلام ومسلسلات وأشوف مسلسل سوبر هيرو بهذه القدرة ويعطيني أشياء R-rated اللي ماربل ما بتعطيني إياه واللي ماربل الآن بعد ما أخذت الحقوق من نتفلكس مثل عندي The Devil اللي كان بيعطيني ده الشيء مثل عندي The Punisher اللي كان يعطيني ده الشيء مين اللي بدأ يعبد المكان الفاضي هو The Boys هو The Boys اليوم The Devil و Punisher لو كانوا مكملين بنفس القوة حقتهم و R-rated وكل الحاجات دي كان فيه تنافس عظيم حيكون على الساحة في ظل الغياب عندك The Boys معلم يا مان يعني اليوم انت بتتكلم على الثالث موسم وما زال الهايب كبيرة أداءات تمثيلية رائعة جداً خصوصاً من شخصية هوملاندر بيقدموا شخصيات جديدة من العدم بترتبط معاها في شخصية اسمه Soldier Boy هتشوفها في الموسم ده اللي قوم بيها البطل حق Supernatural واو يا مان واو إبداع تمثيلي جميل جداً فإنك مكمل بهذا الأسلوب وبتعطيني حاجة أنا مفتقدها طبيعي تلاقي انه فيه هايب كبير وانه الناس والشباب والكل بيصفق وبيهلم مع أنه أنا شايف أنه ده شيء بيخليلي نغض البصر بشكل بسيط على أنه صار ماشي على معادلة واضحة خلاص بالنسبة لي الموسم الثالث عبارة عن الموسم الثاني Super فاكرة الآيفون 3 3GS 4 4S أنا عندي الموسم الثالث والموسم الثاني S من The Boys تقريباً نفس الـ Structure مع تغيير الأحداث عندك أحد بيطلع بلا 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 كيف الأخير تنتهي يعني وفي كثير شخصيات ما هم عارفين يعملوا فيهم إيش بس الكور موتوهم موتوهم أرجوكم الكور حق أنا لو أسمع أن في حد في أم دابويس ده بيموت والله نفسي تتفتح شوية الكور حق القصة ما زال جميل الأداء التمثيلي والقدرة لأنه يوريني مشاهد صعب أن يشوفها في مكان تاني برضو رهيب أنا ضد المبالغة في الإباحيات تمام ما هسوي فيها الشريف أنا أشوف أي حاجة في الدنيا بس لما الأحيان تيجي المبالغة بزيادة تبان بزيادة أنا صرت لما ألاقي نفسي أروح للريموت وأمشي أعرف إنها زيادة لأنه ما في سياق معين بيخدمه بس ممكن بيخدم مع ناس تاني لدخلهم الجو وإنه دواه وإنه دخلت في عالم تاني بس القرف والأي شيء ناس بتقوله وهو اللي بيسويه لأنه بيعوض فراغ الشيء ده في العالم إحنا ما عندنا الشيء ده في أي مسلسل أو شيء ثاني فهو رهي يحلف الجرأة في تقديم هذه المشاهد اللي ممكن تطلع من المختلين عقليا عندهم قوة خارقة فشوف المسلسل حرمتني من فرصة النقاش فشوف المسلسل أنا أسمع اللي بعده روح اللي بعده اللي بعده كينج أوف ستونكس كينج أوف ستونكس ممسلسل مع الناس كتير مدريتش به بس أنا هرشحه دلوقتي للناس اللي بتحب الحاجات اللي هقولكم عليها كينج أوف ستونكس بمسلسل ألماني لو أنا فاكر صح هو كل ما لبعضه ستة حلقات أو حاجة بالطريقة دي بس سأتصور إن نقطة النهاية بتاعته تعد بإمكانية امتداده لمواسم أخرى بيدور عن كارثة مالية حلت بألمانيا الأحداث اللي في المسلسل مختبسة من أحداث حقيقية أو متأثرة بأحداث حقيقية بشركة كانت الناس بقى اللي ليها دعوة بالديجيتل والشركات والكلام ده وتحتسخن معايا في النقطة دي شركة بتاعت بيمنت بروسسنج لأونلاين ترنزاكشنز كبرت ودخلت البورصة وحققت نجاح كبير جدا لدرجة إنها بقيت تهديد على البنك الرئيسي في ألمانيا في حتة الديجيتل ترنزاكشنز والكلام ده في حين إن الشركة دي من جواها مليانة عمليات شيدي مليانة حاجات كتير بتقوي من شكلها رغم إنه أصولها لا تحتوي على القيمة دي كلها ومهندسين هذا الوهم اللي بيتباع راجل رئيس الشركة واخد الشكل بتاع جيف بيزوس الشكل بتاع إيلون ماسك الشكل بتاع الكلام ده اللي هو الشخص اللي عامل فيها جورو قوي بيفلاش نفسه أرجوس شويتين في بعض الأحيان وكلام زي ده والرجل رقم اتنين اللي موجود اللي هو فعلا قلبه على الشغل وبيحاول يدفع الدنيا وبيحاول يحقق نجاح وما بياخدش التأدير اللي بيستحقه ستونكس دي يا جماعة دي كلمة ميمي جدا من زمن الانترنت اللي هي دايما لما يتحقق أي ربح في أي حاجة يروح عامل لك ميم كده فيها شخصية كرتونية وساهم يطلع لفوق ويقولك ستونكس وده ليه سر جوه الأحداث لأنه عمال يشاور على الدجتال وورد طول الوقت ميمز فيديوز تريندين توبيكس اللي بيحصل في تويتر لما الأحداث اللي بنتفرج عليها دي بتحصل بمنتاج مجنون يفكرك شويتين بـ The Wolf of Wall Street والحاجات اللي شبه الكلام ده وده من المسلسلات القليلة اللي فيه تصعب في أحداثك يعني أنا أول حلقة عشان أتخطها صعب شوية التانية أسهل من بعد التالتة لا أقا أنا انفستد جدا وأعوز أشوف الدنيا هتخلص على إيه فالناس اللي عايزة تشوف حدوتها شبه The Wolf of Wall Street شبه The Big Short الحاجات اللي ليها دعوة بالمعادلات المالية وكنا تفرجنا على الحاجات دي حنفهم أسهل المسلسل ده بالأحداث بتاعته ميكست مع عالم الميمز وعالم الانترنت وعالم السوشال انفلوانس بتاعت الأمور دي كلها لا مسلسل متميز وأستحق المشاهدة جدا ممتاز ممتاز زي من الحلقة اللي ما بحبهش قوي برضو اللي هو الحاجة واربعين دي يا حاجة وخمسين دي يا بس مليانين كلهم أحداثي أنا بس شفتك اتكلمت عنه سريعا في تويتر بس ما الحكت والله ما جاءت لفرصة ولا أنا حب هذه النوعية من المسلسلات يعني أكيد حديره فرصة يعني بقولك بس لو حد تفرج عليه يدي له فرصة أبعد من الحلقة اللي لأن الحلقة الأولى مش كفاية أوكي أوكي بس هاي سألك الحاجة هو خلص؟ هو خلص كمسلسل وفي أخبار شبهة أكيدة إنه في فيلم مكمل للأحداث بس أنا بالنسبالي نهاية المسلسلة رغم إنه هي محبطة نوعا ما في كورنر معين بس شخصية الرئيسية اللي متابعة من الموسم الأول للآن وصل للردمشن حد وصل لنقطة خلاص جميلة يعني يداني آرك كامل يقدر يرضيني نهاية شاعرية نوعا ما نقدر نقول نقول عليها مع الشخصية فهذا اللي أقدر نقول لك إياه على الموسم السادس ومن غير ما أحرق على أحد ونزلت المراجعة الآن دوبي ومتأخر فيها جدا المشكلة عارف إش هي إنه المسلسل نزل على البي بي سي في شهر إبريل أو مارش حتى يعني من أربع شهور وطبعا أغلب الناس راحوا شافوا مقرصا بهذا الطريقة فالناس شايفا من ذاك الوقت أنا قلت يا جماعة استنوا بس إيجي في نتفلكس ونتفرجها مع بعض للأسف جاء في وقت كنت أنا مسحوم وبعدها سافرت وكده وما شفته فدوبي اللي منزلت المراجعة وتعتبر متأخر جدا 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 بس أنا ما يهمني قديقي متأخر إن بالنسبة لي هذا عمل مهم بيكي بلايندرز من أساسيات القناة عندي بديت معها في 2017 عملت حلقة من شخصيات أسطورية للشخصية اللي تعجبني جدا توماس شيلبي راجعت الموسم الخامس في القناة كمان وفي أي حلقات من أفضل مع براء ولا غيرهم كنت دايما نتكلم على بيكي بلايندرز في بيكي بلايندرز جزء من القناة ككل فكان مع نهاية الموسم كان عندي كلام كثيرة بتكلم حتى لو أنا بتكلم في المراجعة لقيت إنه طولت فقلت ما همني خلنا نزلها وخلاص رغم إنها متأخرة بس كده حسيت بأشياء كثيرة وناتفرج فهذا اللي يرجعني لك يا محمود إنه الآن أظنها فرصة مو عشان مراجعات ولا شيء بالذات الموسم الأربعة الأولى بالذات الموسم الأربعة الأولى أنت حتشوف عظمة الإنتاج البريطاني حقه حقيقي تمام؟ اللي بيدمج بين أحداث حقيقية صارت بعد الحرب العالمية الأولى حتى العصابة ديليا بيكي بلايندرز هذا عصابة معروفة أصلاً كانت موجودة في بريطانيا مع أحداث درامية خيالية عندك توم هاردي بيشارك في عديد من الحلقات عندك برودي في الموسم الرابع أدريين برودي شارك معنا في الموسم الرابع عندك كليان مورفي يعني أنت حتتفرج الآن على فيلمه مع نولن اللي حينزل السنة الجاية ترى مورفي حصل على الشعبية مهولة بسبب دوره في بيكي بلايندرز وأرجع وأنا من الأشياء التي تعجبني في بيكي بلايندرز مع أن أخذها من الجانب الغلط يعني بس يذكرنا بهمية أنك تكون رجل يا أخي يعني كيف تكون رجل قد كلمتك تكون رجل قد المسؤولية تكون رجل بتحمي عيلتك تكون رجل لبسك وأناقتك وشكلك يعني قليل الأعمال اللي بتؤثر اللي بتبين المنظر مع أنه هو مجرمين يعني غلطي دالت كله بشي دا يمكن بس أنا حابب هذا الجانب برده في المسلسل فضروري تشوفه محمود أعطيه فرصة أعطيه فرصة يعني برضو مش عايزة أعود تديلك وقود في الهوى أنا مسلسل منتهي أثناء ما هو شغال ما جذبنيش إن أنا عايزة أتفرج عليه وبعد ما انتهى صعب شوية بس عايز أسألك لحاجة ليه ما حستش أنا بالموسم الأخراني دا المواسم اللي قبل كده حست بيها قوي وكانت الضغوط اللي علي علشان أحاول أشوفه وأتكلم عنه وأعمل له حلقات كبيرة المرة دي لدرجة أني ما درتش إن هو أتعرض وخلص شوف أنا بدت أوصل لقناعة 99% من المسلسلات ما هتعجب النهايات الناس لأنه الناس بتبني نهايات يعني في مخيلاتهم كبيرة وأنا واحد من الناس وأنا واحد من الناس كمانا بنعيش مع الشخصيات هادئة بنتمنى لهم أشياء وبنشوف شيء مختلف قدامنا وبضيع الأمور دي كلها الموسم السادس من بيكي بلايندر استعرض لأزمة ما لوا يد فيها لا الكاتب ولا المخرج ولا القائمين على العمل شخصية رئيسية من أقوى الشخصيات في العمل ماتت الحقيقة ماتت يعني شخصية اسمها العم بولي ماتت جاء سرطان وماتت فقبل تصوير الموسم السادس أو اثناء التصوير هذا استدعى بشكل كبير جدا يا محمود تغيير السيناريو وتغيير العلاقات بين الشخصيات ووضع سيناريو مختلف وهتحسوا مرة في الموسم فأظن أنه كثير من الناس دخلوا مستنين أشياء وأنا أظن أنه ومكاتب العمل كان ممكن يعطينا هي بالجانب لهم مستنينوا بس لا يعني الاستقبال كان أضعف من اللي يتوقعوا أظن من نسبة كبيرة من الناس ما حبوا الموسم السادس وبنوا على الخامس أصلاً اللي ما كان هو الموسم الرهيب بالنسبة لهم لأن شخصيتنا الرئيسية يا محمود بتطلع من كونها شخص قوي عنده بار معين بيشارك في مراهنات على سباق الخيول وعنده عصابة صغيرة على قده تكبر العصابة تستولع على المدينة تستولع جزء كبير جداً من إنجلترا تبدأ سيطة هيكبر يكبر 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 إيش الليكستيب؟ هيدخل سياسة لأن السياسيين يبدأوا يستخدموه صح؟ فيبدأ يدخل البرلمان وما البرلمان وتبدأ الحرب العالمية وتشوفها الشراكية والشيوعية أول ما دخل المسلسل هذا الموت فصل كثير من محبي معاهم وأنا واحد منهم لو كنت حابب جوه العصابات أكثر جوه الحميمي اللي هذه العصابة مع هذه العصابة مين يفوز مين يحط أفخاخ مين يفتفق مع مين مين يخون مين الحاجات دي كبرت وأنا شايف ليه كبرت هذا التسلسل الطبيعي لأي شخص يحصل على قوة بالذات الشخصية الرئيسية ما عندها طموح ما في حد لطموحها بس كثير من اللي بيشاهدوا المسلسل ما هم محبين هذا الاتجاه مع موت شخصية أساسية زي العم بولي في الحقيقة المثلة ماتت وخروجها من النص وتعويضها بأشياء ثانية فأظن هذا كله خلى الاستقبال ضعيف للموسم السادس نتحرك للي بعده مسلسل اتالي اتش بي او بس مش متأكد قوي ارما ذاب بتاعي اليش يا فيكندر شفته بس مدى بعده لسه شفت الصورة اللي هي كده فيها بنت مشددة وجهها او شي يعني ما اتباعش اه اوته انا شفت منه اربعة حلقة او خمسة مش فاكر القصة بتدور عن مسلسل هو مسلسل فرنساوي كالت كلاسيك اسمه مسلسل صامت اثري يعني بس مؤثر قوي على الثقافة الفرنسية حسب ما المسلسل ده بيقدم في مخرج فرنساوي بيحاول يعيد المسلسل الفرنساوي القديم ده بكاست عالمي منهم ممثلة امريكية اللي هي بتقوم بدورها اليش يا فيكندر واللي تاريخها في حاجات يعني هي عندها بعض المشاكل العاطفية وبعض المشاكل العملية وكلام زي ده والشخصية اللي هي بتقوم بيها هي شخصية المرأة ميوز لعصابة فهي شخصية شئية قوي شخصية متمردة قوي ليها بعض الجاذبية الجنسية وامور زي ده فاللي بيحصل ان اثناء التصوير بتتوحد مع الشخصية شويتين وتبتدي تأثر على طريقة تفكيرها وعلى تفاعلها وكلام زي ده بريمس ظريف المشاهد اللي ليها علاقة كواليس التصوير والقرارات وشخصية المخرج وتفاعله مع الممثلين الاخرين وبعض الحوارات اللي بتدور بينهم وبين بعض كويسة حلوة في الحلقة الأولى حلوة في الحلقة التانية وصولا للتالتة والربعة الموضوع بيبقى في في اقصى درجات المال لذلك انا شخصيا كوني اني ارجع له اكمله من عدمه متوقف على ما اذا كنت حلقي حاجة تانية اتفرج عليها ولا لا لو لقيت انا غالبا مش هرجع له تانية فهو مسلسل عنده عنده يعني مسلسل واعد بس لا 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 مملة او تقييماته كيف ما جات فضول تشوف تقييماتك جيدة لما انا قررت ان انا ابطل اتفرج عليه لما كنت بصيت لا اعتقد انها اجابية كويسة لان هو على الرغم من اقاعه البطيء والملل اللي موجود فيه هو مسلسل جيد بكل تأكيد والدراسة بتاعت الشخصيات اللي بتمر اللي بيعملها بالاضافة لكواليس التصوير والاختلافات الفكرية ما بين الممثلين والحوارات اللي بتدور ما بينهما من بعض وفيها اسقطات على الحالة الاجتماعية والقضايا اللي دايرة دلوقتي في العالم كله جيدة جدا حقيقة متيرة للاهتمام بس ما فيش غيرها فاكتر من 3-4 حلقات على الطريقة دا الموضوع صعب بصراحة والله انا مرة ما اجي على بالي حتى ان اشغله بس بك عشان نزل في فترة انا كنت يعني بقى مين سفر وكده بس كويس وفرت علي يعني ما اضيع وقت فيه بس اتش بي او السنة دي يعني ما نشايف عمل خايفين اقول كلمة مني قدها ما في عمل جوي مين كان توكيو فيس توكيو فيس بس ما في اقولن هذا كله الامس تنين هاوس اوف دراجون وما قلقوا مهم صراحة انا بقولك زي ما قلت في التريلر الاكشن بتاعت هاوس اوف دراجون هما خلاص الطبق الرئيسي استوى خلاص وجاهز ينزل عالترابيزة ففي محب نزل بفرشة كده وراح كانس ما نعملوا حركة في تويتر صائعة جدا نزلوا الامتابع الحسابات اذا تبقى تشوفها التريلر هو حينزل احنا نديك انت بس اعمل التويت للتويتة دي وكل شوية هنديك امج من التريلر وكل شوية فعلا تجيك تجيك ماهر هذه الامج اذا تبغانا نوقفها اضغط مدرئة يخاص توقفها الارسالية وفي الاخير اخر بعد مجال اربعة خمسة امج جاني التريلر انا من اقوائل اللي شافوا التريلر قبل ما ينزل تانكي فور نيلي اوت مدرئة تفضل لانك من الناس العوفياء مدرئة شوية التريلر فنزل وشفناها تقريبا بدجايق جبل العالم كله ما يشوفه فكانت حركة صائعة حركة جميلة جميلة والهايب اظن وصل لمراحل لا يمكن قياسها مع هذا الامن انا انا انبسطت جدا 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 من التريلر الاجواء لو كان حماسي بيروح وبييجي لا والقصة اللي تم تقدمها مع وضع في الاعتبار ان القصة خادعة يعني القصة اللي هم قدموها جوه التريلر بتديلك انطباع بصراعة معين على ما يبدو الصراع الحقيقي حاجة تاني وطبعا احنا عندنا حالة ازدواجية في المشاهدين بتوعنا في حتة اللي انا قابل حرق فيه واللي مش قابل حرق فيه من اغرب ما يمكن يعني تيجي تتكلم عن اي فيلم او اي مسلسل تشير لحاجة موجودة في التريلر يقولك لا 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 انا ما بعتش التريلر عشان الحرق ما ليش دعوة بتاع تيجي على حاجة انا معرفش انا حاجة لها قريت ولا متابع الروايات ولا الكلام ده كله ولا شايف فيديوهات وقريت اللي موجود في التريلر تلاقي المؤرخين التاريخين بتاع الموضوع كلهم تلاقي في الموضوع لا 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 انت فهمت غلط تماما دي الستي دي اللي هي الراجل ده ده يعجب جبر الدين والفيازة اللي عمل اللي عمل معرفش مين على خالد قشميري عثمان عبد الجليل ششة اللي جابنا على اليمين انتو عتعرفون الناس دي كلها منين ولما انتو بتهربوا بالحرق شمعنا دي اللي جايين لكل الحرق اللي فيها بس it's fun يعني all in good spirit ما عنديش ايه انا المرة دي شفت التريلر وانا قارئ نص الكتاب انا قارئ اليه جبل ما تبدأ احداث هذا فقلبي بيشعل يا مان انا قلبي بيشعل يعني انا فاهم كل كلمة بتنجال ايش هي ترى ومن في تعليقات بتنجال انه خلاص من تمكين المرأة احنا ما شفنا بس ترى في الرواية في ده الموضوع والموضوع مو بهذه السهولة ما هيش حاجة موجودة لخدمة الاجندة وخلاص دي حاجة متأصلة ما انا عارف كيف حتصير في المسلسل بس انا ما نجريت في الرواية لانه في عندنا حريم اقوي ونساء اقوياء وبرضو كان فيه نظرة من يمسك وكيف تحكم وكيف انه فيه اماكن يحكموها نساء والنظرة ليهم كيف فيعني صار فيه نوع من النظرة هذي والفوقية على النساء والرجال وغيرها مو كل شي يكون اجندة بس انت معايا ان التريلر عملت حركة خداع فعلا صح انا ما قدر اقول خداع انا ما عرف ايش هيصير بس التريلر وديانة هي على جهة واحدة بس خاص ورى لك انه الموضوع كله يدى لك الانطباع ان الصراع ما بين الابن والاخ بينما في الرواية وفي الحاجات كلها الناس كلها المتفق انا مش ده انا انا موصلت لك النقطة انا ما عارف اه انت في الرواية نفسها ما وصلتش للموضوع لا 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 ابدا انا فاكرك عائد انا وجفت جبي ما حبيت حتى اكون جريب من الموية السخنة انا وجفت وجفت يعني في منطجة في لينك ممكن ارسلك هي مكتوب اللي يبغى يخش على المسلسل ابيض يوقف الصفحة الفلانية انا وقفت الصفحة الفلانية فانت مش اه انت وقفت اصد انا توقفت هنا وخلاص لا اكمل انا قريت بس عشان ابغى اكون ملم بالعالم قبل ما ادخل طالعا انا ما حيتصور ليه يروح علي وانا متجهز الان عارف اش يعني ترغاريانز كيف بدقوا كيف العلاقات اش يعني توريث مفهوم التوريث الترغاريانز هذا في له عمق وعنف رهيب جدا اش اهمية زواج الاقارب في الاخ من اخته والحاجات دي عند الترغاريان ولها تاريخ كبير جدا من يوم وطأت قدم ايغون الاول في وستروس فانصحك لو عندك وقت انك تقرأ انصحك 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 لو عندك وقت انك تقرأ او حتى اسمعها على ستوري زهر الحقات المرمية ورايا دي الاول بس انا يعني التريلر اذا انا قدرت امسك شيء من التريلر الاجواء نفسها التنانين يا ربي يا ربي كده يعني تحس فيه انتاج ان شاء الله بصري كويس وعمره ما كان عندنا مشاكل مع انتاج البصري في جيم اوف ترونز يعني بشكل كبير صحيب فاتمنى انه التكملة تكون رهيبة احنا نجزنا على ده الموضوع في النص عشان كون يوم نتكلم على بس حلو ان احنا خلصنا الحاجة الوحيدة اللي احنا نطناها هي بيتر كونسول احنا عندنا بخصوص انا عندي بخصوص انا عندي الاولى انه الاخ اللي قدامكم ده باذن الله لمن ينزل الموسم نهاية موسم السادسة مراجعة انا حامل مراجعة وهو حيامل مراجعة ما لكم صلاح كيف حيشوف المسلسل وحينزل المراجعة وصلنا وصلنا لصيغة ترضي الاعتراضات العام بدون ان دخول في الدخول فان شاء الله بفضل ابو مهر ان شاء الله حيراجعها بس انا الان ما تكلمت ومستني عندي مرة كلام كثيرة انا راضي جدا عن الموسم الان بس ابا اقول ستيتمنت وحده عن شخصية كيم وكسلر لا ابدا عن كيم وكسلر كل شي صار مع كيم وكسلر بالنسبة لي السهل الممتنع ان شاء فيه خلافات السهل الممتنع اللي ارضاني خلنا نكمل نشوف تمام نتحرك للاميز نشوف الاميز سريعا اظن عندي الصفحة خلنا بتحى الايباد دقيقة انا مش للمفاجئة بقى انتم بيطو عارفين اننا رجل مستهتر وحاجات زي كده انا معرفش ترشحات الاميز انا معنديش اي فكرة ايه اللي حصل فيها لاني حقيقة مش مهتمة اوي بي مش متابعها كويس بس المفروض ان انا وماهر دلوقتي حالا على الصفحة الصفحة دي مش حلوة ولا حلوة سليكت الكاتيجوري من فوق وخلينا اخد كاتيجوري كاتيجوري اللي يهمنا روح الدراما سيريز مثلا فين كاتيجوري اللي فوق انت فوق عندك تونتي 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 فورث ايمي اووردز تحتها مكتوب اه في دروب داون ايه اوكي 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 طيب قولي ايه ابدأ بليد اكتر دراما سيريز lead actor اوكي تحت الدراما المنشن تحت الدراما دونالد جلوفر ايه دا دي دراما ولا كوميدي انا دصت على كوميدي روح تحت الدراما في lead actor الموقع دا فاشل على فشل لا رائع والله كوميدي وتحت دراما lead actor اوكي جيسن بيتمن اوزارق براين كوكس ساكسشن لي جونج جاي سكويد جيم هو سكويد جيم السنة دي ولا السنة اللي فاتت اه لانو ما دخلنا عاهم والتلئيمي قبل كان بوب أودين كيرت بيتر كولد سول أدم سكوت سيفرنس وجيرمي سترونج ساكسشن اللي شفتوهم أنا شفت حاجات من قوزارك بس ما شفتش آخر موسم سكويد جيم شفتو بيتر كولد سول شفتو اللي هو الموسم المرشح يعني وسيفرنس اللي واقع مني ساكسش بس آيما قوية جدا مان مان أقدر أقول لك أكاد أجزم هذه أقوى قائمة من 2014 و2015 يعني عموما دخول أدم سكوت مفاجأة بس مستحقة مستحقة جدا أنه سكسشن براين كوكس وجيرمي سترونج للسنة الثانية أو الثالثة يدخلوا يبين لك لأي درجة المسلسل عظيم ولازم تشوفوا هذا ما عندك عذر موجود على أويس إن مستمي إيه يا محمود مو موضوعنا أنا عندي قدرات في الموضوع الأعظار ده بصحة فجأة أرجع على الكاتيجوري روح على الدراما سيريز دراما سيريز سترينجر تينجز أنا ما أشوفه عمل دراما يا جماعة مادر ليهم مصررين إن هو عمل دراما ويدخل معنا بس يعني ما يخش مع القائمة هذه أنا ما شفت يوفوريا بس الناس تمدحوا يعني بس هما لو كان عندهم حاجة خيالية لو كان عندهم حاجة تينز لو أبنشي بس هور الوقت الموضوع دراما و كوميدي حتمسك سترينجر تينجز ما يتحطش في كوميدي طبعا فالأسماء بيتر كول سول يوفوريا اللي ما شفته بس الناس تمدحوا أوزارك سيفيرانس سكويد جيم يلو جاكتس والله يستاهل وقتكم جدا سكسيشن قائمة جميلة برضو القائمة هذي حلوة اللي سقط من نسبالي وأشوف إنه كان يستاهل يكون هنا مو بس هنا حتى في الفئات التمثيل أفضل نوثر وأفضل نمثل وكله اللي هو يلو ستون يلو ستون يلو ستون برضو دراما أنا عندي مشكلة هنا جودي كامر كيلينج إيف لورا ليني أوزارك ميلاني لينس يلو جاكت ساندرا أو كيلينج إيف ايقنين من كيلينج إيف ريز ويدر سبون دا مورنين شو مش دا اصقطنا دا انطباعي يعني على قد ما أنا شفت انطباعي إن دي أي مأديمة بالضبط خد مني الكلام خد مني الكلام كيلينج إيف من بعد الموسم الأول وهو في إنحدار شديد 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 جدا فأنا عندي تحفظ كبير إنه اثنين يدخلوا وأظن حتى المتابعين الآن مهم راضين على مستوى المسلسل هذا رقم واحد رقم اثنين ريز ويدر سبون دا مورني شو الموسم الثاني أصلا نسبة المشاهدات قلت مع أنه دا حين جددوا الموسم ثالث بس نسبة المشاهدات قلت وكثير مو بس إحنا حتى الغرب بينتقدوا العمل إنه راحوا يتوجه لتوجهات مو هي اللي إحنا بدأنا عليها العمل أساسا فما يستاهل فنرجع يعني داخل بكيلنج إيف جودي كومر وساندرا واللي هما الاثنين عبارة عن بطلة وبطلة وشالين المسلسل المفروض طيب انت شفت معايا بيتر كول سول صح ولا لا طيب بيتر كول سول يا مان هل نعتبر كيم واكسلر شخصية ثانوية أو مساعدة ولا شخصية رئيسية لنهاية الموسم الخامس وبالأخص الموسم الخامس لا شخصية رئيسية طيب هذا واحد اثنين هنا اللي ما أقدر ألوم الاميز هل تتوقع إنه هذا كان امي ولا هما رشحوها على فئة أفضل مثلة مساعدة لأنه لشهوء لسنين أنا ما عرف شهية مش يزيد إيو لأنهم لسنين لسنين كانوا متجهلينها وفي حركة دائما نعملوها يا جماعة الممثلات والمثلين لمن يتم تجاهلهم بشيء يقوم هما قصدا يقدموا على الفئة الأقل فيولا ديبيس رئيسية بس جدمت على إنها بطلة مساعدة وفازت في الأوسكار فعلا لو أنا فاكر صح على بطلة مساعدة في الأوسكار بتمشي كده ده أكيد معرف معرف أنا لو سارت كده أوكي لكن لو ما سارت وحطوها مساعدة وحطي اللي حاجون كلي جيف في الأساسية يعني حاجة تغبط بس هي موجودة في المساعدة طبعا ريا سي هورن صح نروح للمساعدة الآن سبورتينج أكترس باتريشيا أركت سيفرنس واو حلو جوليا جورنر أوزارك سكويد جيم كريستينا ريتش سكرينا ريتش لسا موجودة ريا سي هورن بتلك موجودة فأنا مبسوط من حاجتين أساسيتين هنا دخول سارة سنوك ساكسيشن إنه ساكسيشن أنا أي أحد هي ما كانتش بتترشحها بلكده أظنها ترشحت بس وجودهم لازم ترشح تاني وثالت الموسمة الثالث تحديدا أدوها فرصة أكبر لناتشع يعني كل البناء الشخصية حقها وصل للقمة في الموسمة الثالث ريا سي هورن طبعا أخيرا مثلة تانوية عندنا اللي أنا اللي ما توقعته سمت من ساكسيشن من ساكسيشن واو واو شوف لأي الدرجة تي شخصية ممساعدة مساعدة على الطرف كده عارف بس يعني للدرجة دي ساكسيشن هو ساكسيشن لسا بخلص لا لسا ما خلص تمام ما أقدر أحكم على يوفوريا برافو لجوليا القنر جوليا لها مشهد مو أمي يعني تستاهل كل شيء عليه في أوزارك الموسم الأخير لها مشهد غروقها يا راجل طلعت أنا نشفت في مكاني أنا نشفت في مكاني فأتوقع إذا في مشهد تم إنهم أخذوه لنور الشعوع يكون هذا المشهد تمام وباتريشيا على السفيرانس إحنا شفنا في المسلسل يعني رائع مع أني أشوف البنت التاني اللي كانت يحاول تشرط دورها يعني ممكن ممكن يستحق بالإزدواجية والقرار الأخير ليها رغم تعرضها للغدر وكل شيء ولكن روح السيطرة اللي عندها دفعتها في القرار تاني وهي بعيده بالأداء أنا شجعها هي بصمع جون هو يونج دي زي الأدم التاني الكوري هذه ديفيرسيتي بحتة تمام وقدت أداء كويس مبطال في سكوت جيم لكن مقارنة بكل اللي موجودين هي الأقل ترى هي الأقل إنه حتى كريستينا ريتشي جنبها لأنه قدمت في ييلو جاكتز دور رائع روحوا شوفوه في ييلو جاكتز يا جماعة دور رائع نروح بصورة ييلو جاكتز على ستارس بلاي ياس سببورتين أكتر دراما ايو سببورتين أكتر دراما نيكولوس برون سكسيشن بيلي كروضب The Morning Show كيران كالكن سكسيشن واو ايه هو كام سكسيشن ايه ايه الميغن وماثيو مكفيدن كمان سكسيشن ويستاهل ألف هو اللي حياخدها وهو اللي حياخدها واتنين واتنين سيفرنس واتنين سكويد جين يا حلاوة لا لا يعني واضح انه فيه أعمال معينة هم ما شافوها بس بس لا انا مقدر اعترض الا على The Morning Show العيل دعك The Morning Show كممكن تاخد اي واحد من ييلو ستون وتدخلوا هنا اخر حلاوة يعني اخر حلاوة طبعا عندي فضول عايزة بوسع television movie لان نكتشف من خلالها افلام حلوة لا مو television movie شوف comedy series يهمك هتشوف باري او lead actor او comedy series ماشي تابع نشوف comedy series الابت elementary ده انا معرفش عنه اي حاجة حلوة اكتشفناها باري curb your enthusiasm هاكس هاكس الموسم الاول تحديدا كان ممتاز جدا و only murders in the building عايزة بوسعلي ما كملتو مانعارف ليش كملت هات حلقات تيد لاسو تيد لاسو ده مارفل ميزز ممتاز what we do in the shadows ده حلو 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 بس ما كملتو حلو بس ما كملتو مانعارف لي فقائمة جدا باري اتلانتا مش nominated واو اظن ان اتلانتا لسه ما خلص الموسم انا صدقيني ما شفت الموسم للآن لانه من زمان وقف انا هو موجود على ديزني بس انا لسه بس ما شفتوش برد طيب ايش نبقى نشوف كمان في الكوميدي lead actor lead actor comedy Donald Glove اه اللي بقتل انتا موجود بس ما ترشحش جماعة بالهيدر is not a comedy يا جماعة والله حرام الكاتيجوري لا تعني اي شي حطوه في الحتة حطوه في الحتة اللي يكسب فيها من غير ميزاعة هو حيفوز مقارنة امكان جيسون شوية يخش معاه من تدليسو بس غير كده لا 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 انا اديها البلهيدر طبعا اديها البري نشوفها lead actress بسرعة جونو تمبل طبعا البنت The Marvelous Miss Maisel بالنسبالي ما زالت بتدي اداء جميل جدا و Jean Smart حقها Hacks بتدي اداء رائع اسمع كلام كويس بتدي اداء رائع Jean Smart دا شوفناها في حاجات كتير حلوة ايو 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 كانت في في المسلسل بتاعكية وينسلت دا هو كانت الام كانت الام اه كانت الام ايو مو 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 كانت في واتشمن صح ايش في دور غريب قوي عليها الابز التمام وتشوف شي تاني ولا خلاص انا بقول لك انا بحب موضوع التليفزيون موفي دا عشان بكتشف منه اثلام بنبعايزين نشوفنا اه عالمين في الكاتجريز حتلاقي في تاني واحد تليفزيون موفي ايوة اوكي في PNR Rescue Rangers Ray Donovan The Movie هم عملوا من Ray Donovan The Movie رينو The Comedy The Survive انا معرفش دول ايه بس انا عايز اعرف دول ايه اوكي بيطلع منهم حكات حلوة ارجعلي على Limited Series بليز Limited or Anthology Series هذي يهمنا Limited or Anthology Series Dopsic برافو Inventing انا اوكي بام ان تومي ابدا لأ The Drop Out The Drop Out تتكلم عن The White Lotus برافو برافو الامي السندي انا راضي حلو ده ده بتاع ايه مش هيعجب الكل بس القصة الحدوتة بسيطة عيلة تروح على الريزورت وتصير مصيبة هناك that's it يعني مرة بساطة بس في عقد عائلية جميلة انا حب المصيب جدا انا راضي عن الامي السندي ارضى من السنوات السابقة اتليست يعني في يعني الهوم لاندر الشخصية اللي في The Boys استاهل الترشيح يعني استاهل الف موسم الثاني استاهل بس The Boys The Boys شكله الموسم يعني في جاباية الترشيحات دائت موجودة فيها هو مش فما نعارف يعني هو مش تم تخطيه هو مش داخله مش قول منافسة يعني حتى كمان انا ما نعارف ما جات وقت نشوف الانيميش او شوف اركين انفيزبل من السنة اللي فاتت اصار فيهم الحاجات دي صلاحة ما جات انفرسلنا اشوفها اوكي كده خلصنا يا باشا كلام حلو حبيبي خلصنا يا دود حلو بدأنا الدستة التانية بداية موفقة والى اللقاء في القدم ان شاء الله ونحفز على التقليد بتاعتنا نحن نخلي الناس معنا في الصورة عشان يتفرجوا معنا ويشاركوا معنا اكتر منورني دايما يا بو ماهر حبيبي نشوفكم ان شاء الله حلقة الجائعة حبيبي يا دود اشتركوا في القناة